السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بحضراتكم بإذن الله تعالى في الفيديو ده هنشرح تفاصيل كورس هبتا أو هبتا جروب احنا كجروب جروب كورسات فارما بفضل الله بدأنا في أبريل 2017 احنا دلوقتي حاليا في كاملت الفيديو ده بتسجل في أبريل 2018 يعني مرة على افتتاح الجروب تقريبا سنة كاملة في السنة الكاملة دي عرضنا الكورس فارما كلينيكل وكان خاص ان احنا بنشرح منهج البورد الامريكي بحيث ان لو واحد ذاكر معنا الكورس ده بتاع البورد الامريكي يقدر ان هو يدخل امتحان البورد الامريكي ويحصل على الشهادة بتاعة البورد الامريكي في الفارما كوثيرابي بفضل الله عملنا خلال السنة دي عملنا الكورسين بصورة مجانية كورس في شهر أبريل أول ما فتحنا على طول الجروب بابريل 2017 وكورسي تاني عملناه في يناير 2018 بفضل الله يعني ألاف من السيادلة استفادوا بالزاد في الكورسي التاني اللي اتعامل ده بحيث ان اول ما فتحنا كان لسة عدد اعضاء الجروب قليل شوية بس اول ما وصلنا يناير 2018 كان عدد الجروب زاد وتقريبا وصل الى 60 ألف فعدد المستفدين بيه كانت قاعدة كبيرة جدا من السيادلة احنا فضلنا سنة كاملة بنقدم فقط منهج البورد الامريكي اللي هو منهج كيلينيكال فارماكوثيرابي طبعا هنشرح كمان شوية ايه الفرق ما من الكيلينيكال والبيزيكس وكل حاجة بس انا بستعرض لك بس الهيستوري بتاع الجروب بتاعنا بعض مرور سنة باذن الله تعالى هنبدأ براند جديد او حاجة بقى يعني ايه فرع جديد خالص من فروع الفرما اللي هو قمل بيزيكس والبيزيكس ايه الفرق ما من الكيلينيكال والبايزيكس الكيلينيكال اللي هي صيدلة السريرية ده بتعتني اكتر باللبيشنت اللي هما المرضى اللي ان بيشنت داخل المستشفى يعني مريض داخل المستشفىaley نسي نتعامل معه ده الكلينيكال فارماكوثيرابي اسمها الصيدلة السريرية حتى من اسمها كهلا سريرية يعني المريض بيكون نايم على السرير اللي عندنا في المستشفى وده بيكون بقى العلم بتاعها واسع وكتاب ضخم وفيه معلومات كتيرة وبنك اسئلة متقدم ويعني ايه يعني احوار كبير شوية فيه بقى البيزيكس فرماكوثرابي البيزيكس دي المخصوط بيها الفرما الاساسية الفرما البيزيكس اللي هي المعلومات الاساسية خالص اللي ماينفعش صيدالي مايكونش عارفها يعني تخصص الكلينيكا الفرماكوثرابي ده هو ما نشاءه اصلا في امريكا لو جينا نبص الامريكا ذات نفسها هلا يدن نتخصص الفرما الايكلينيكية او الفرما السريرية في امريكا اللي يتجاوز باي حال من الاحوال 14 في المية من مجموع الصيادلة الامريكان بينما باقي النسبة متوزعين على صيداليات الكميونيتي الكميونيتي اللي هي صيداليات الصرف اللي موجودة في الشارع او موجودة داخل المستشفيات اللي هي بتصرف دواء تمام فعلم الفرما الاساسي ده علما يكون كل السيادلة العرفينه وهو العلم عشان تدخل فى الكلينيكا لازم تكون مرر بيه ما انت مينفعش تدخل كلينيكا كده لازم ايه تاخد خطوة انك تعرف علم الفرما الاساسي ثم تطلع الخطوة اللي بعدها علم الفرما الايكلينيكي بحس ان الاساسي ده بيسلمك للايكلينيكي بسهولة وهده برضو كنا بنحس بمعاناة بعض الطلبة ان هما نسيين على المخالص فجأة يدخلوا على الكورسات الكلينيكا الفرماكوثرابي يحس ان في ايه اتاخد كده ليه لان فجأة بيدخل في معلومات قيلة شوية فالمفروض ان هو يكون في ستيب بوسط كده اللي هو البيزيكس فرماكوثرابي احنا بضلنا سنة كاملة بنشرح الكلينيكا الفرماكوثرابي وكان بنستهرف قاعدة الطلبة او قاعدة الصيادلة اللي هما حابين يدخلوا امتحان البرد الامريكا ويحصلوا على الشهادة الكورس اللي احنا عملنا دلوقتي اللي هو او احنا بنستهد فيه بقى الصيادلة اللي حابين يعرفوا علم الفرما الاساسي البيزيكس البيزيكس فرماكوثرابي طيب تعالى كده ما نشوف ليه احنا عملنا هيبتا جروب يعني ايه اللي خلانا نفكر في الموضوع ده ايه اللي خلانا نفكر ان احنا نروح نتعب نفسنا ونظبط كورس بيزيكس فرموكوثرابي اختلاف جذري عن المنهج اللي احنا عملناه قبل كده في الكنيليكا الفرموكوثرابي يعني ده منهج يعني ده حمادة وده حمادة تاني خالص يعني ده منهج بكلام ببنك أسئلة بفكر باتجاه معين بينما هيبتا جروب ده منهج جديد بكلام جديد باتجاه معين ببنك أسئلة مختلف تماما ليه احنا خلينا يعني اللي حفزنا ان احنا نعمل هيبتا جروب تعالى كده باستعرض لك وضع سوء العمل في مصر وفي الخليج مصر عشان معظم المتابعين بتاع الجروب كورسات فرما هم مصريين ووضع الخليج لان معظم المصريين لما يحبوا يسافروا اول بلد مفضلة لهم هي بلاد الخليج تعالى كده منشوف سوء العمل وضع ايه ولما هبتا كورس انت تشترك فيه او تحصل على الماتيريال بتاعته وتبدأ انك تذاكر فيه هيبتا كورس ده هيفرق معك ايه في سوء العمل يعني هيبتا كورس الجروب هيبتا اللي احنا نعمله هو مش بس علم فرما اساسي مجرد علم كده انك تعرفه ومات الكلام او هنا اسمي عرفت الفرما لا ده انت هتعرف فرما وفي نفس الوقت العلم ده هيسمع مباشرة فيه فرص عملك داخل سوء العمل ازاي بقى ده اللي احنا هنشرحه دلوقتي يعني انا لما تسمع المقدمة للاخر باذن الله تعالى هتفرق يعني هتفهم بالزبط بالزبط ايه المطلوب او سوء العمل محتاج ايه وهبتا كورس سد الفجوة بتاعت سوء العمل ازاي بالزبط تعال كده ما نشوف مجالات يعني هنخلي المقدمة بتاعتنا على اربع محاور عشان نفهم الموضوع بالكامل اول حاجة هنتكلم فيها اللي هي مجالات عمل الصيدالي الصيدالي الخريج وبيبحث عن عمل هيشتغل ايه هنعرف دلوقتي هو بيشتغل ايه ثم هنتكلم عن وضع سوء العمل هنشوف سوء العمل المصري والخليجي عمل ازاي ثم الهدف من كورس هبتا ازاي بقى كورس هبتا من وسط مجالات عمل الصيدالي ده ومن وسط متطلبات السوق هيقدر ان هو يفيدك انك تحصل على فرصة عمل كويسة يعني لما اقول لك مثلا مثلا يعني فرض كلام ان كل سنة بيتخرج من مصر اربعتاشر الف صيدالي ازاي كورس هبتا ده هيميزك من وسط الاربعتاشر الف صيدالي دول بحيث انك تكون صيدالي مميز وسوء العمل لما يجي ينقق ويختار يختارك انت كورس هبتا بقى وظيفته الحتة دي وظيفته انه هو يميزك من وسط الاربعتاشر الف بحيث انك تكون مميز ويكون قادر على دخول سوق العمل بجدارك ثم بقى تفاصيل كورس هبتا وازاي كورس هبتا ده بالزبط هيفيدك عشان ويأهلك عشان تكون صيدالي مميز لسوق العمل ده هم الاربع عناوين الاساسية اللي احنا نتكلم فيهم دلوقتي اول موضوع معنا اللي هو مجالات عمل الصيدالي احنا لو جينا نبص على الهيستوجرام ده هنبص كنا هنلاقي ان الفئة الكبيرة جدا من الصيادلة اللي هي تمثل تقريبا 80% من الصيادلة بشغالين في صيداليات الكميونيتي الكميونيتي ده اللي هي صيداليات الصرف ولما اقول صيداليات الصرف ده بقصد بها مين بقصد بيها الصيداليات اللي موجودة في الشارع ده اسمها كوميونيتي فارماسي الصيداليات اللي موجودة في المستشفيات مش كل مستشفى بيكون فيها صيداليات صيداليات خارجية وصيداليات داخلية واقتصاد وما شابه الصيدلات دي اللي هي بتعتمد ان يجيلها وصفة وتصرفها سواء الصيدلات في مستشفى كبيرة او في مستشفى مركزية او حتى في وحدة صحية في القرى والارياف كل دا يعتبر ايه كل دا يعتبر كوميونيتي فارماسي كم في المية بقى من الصيادلة في الشغالين في الكوميونيتي تقريبا 80% من اجمال الصيادلة المصريين موجودين في الكوميونيتي فارماسي في تقريبا 10% او يزيد او يقل النسب دي كلها تقريبية 10% يزيد او يقل شغالين ميديكا الريب ميديكا الريب اللي هو مندوب مبعات مندوب مبعات اللي هو بياخد الدواء يكون مثلا مع دوين 3 10 ادواء ولا حاجة وبعد كده بيلف على الدكاترة بحيث ان هو يقنحهم ان هما يكتبوا الدواء بتوعهم دا تقريبا 10% يزيد او يقل من الصيادلة شغالين كمناديب مبعات في بقى نسبة اقل اللي هي شغالة كلينيكا الفارماسيست وكلينيكا الفارماسيست دا يعني وظيفة تم استحداثها مؤخرا يعني ما كانتش قبل 2010 ما كانش حد يسمع عنها بعد 2010 بدأت ان ايه واحدة بواحدة كده بدأ ان الصيدالة الكلينيكي ياخد دوره وبدأ ان كل مستشفى كبيرة يكون فيها قسم صيدالة الكلينيكية وبدأ ان الصيدالة يكون جزء فيه فريق الطبي اللي بيقدم رعاية ضاير اكتليه العياني يعني كان قبل كده الصيدالة ووظيفته ايه ان هو يكون موجود في صيداليته يجيلي الوصفة يصرفها دلوقتي الصيدالة ما عادش موجود في الصيدالية مع الصيدالة الكلينيكي لأ اعمال فين عد جوه الفريق الطبي اللي بيقدم رعاية الى موجود مع الدكتور ومع الممرضة بحيث ان هو يتابع الاردرات الطبية اللي الدكتور بيديها بيراجع درج درج الانتراكشن بالتدخلات الدوائية ما بين الدواء اللي الدكتور بيكتبه للمريض بيراجع حاجات معينه كده من مهام الصيدالة الكلينيكي ده تقريبا تقريبا يعني احنا في عام 2018 دلوقتي تقريبا عدد الصيادلة الكلينيكل يعني يمثله تقريبا 4-5% في هذه الحدود 4-6% يعني ايه وهو يعني بيزيده يعني سنة عن سنة عدد الصيادلة الكلينيكيين بتزيد اتبقى تقريبا نسبة بسيطة نسبة 1-2%-3% في الحدود دي كده دول صيدله عمله كريير شفت مسال مثلا واحد صيدله عمل كريير شفت خالص انا مشهشتغل صيدله خالص انا مشهشتغل صيدلي خالص انا شوف وظيفه ثانيه اشتغلها ده جزء من الصيدله الخريجين في اماكن في صيدله مشتغلهم كمهنة صيدله الاي بس 여기서 مش في مستشفيات ولا في صيدلهيات اعمال هنا، ممكن تلاقي صيدلي شتغاله فيement التأمين مثلا الM nations شركات التأمين الطبية биكون محتاجة صياظلة يشتغل جواها ده جزء من الشغل. صياظلة مثلا شغالين في الجامعات كمعدين وكاا استاف جامعة يعني ده جزء من الصياظلة شغالين بهذا الشكل. صياظلة شغالين في المعامل الكيميائية والتركيبات الدواقية ومشابه. صياظلة شغالين في التصنيع الدواقي والمصانع شغال في المصانع ومسكين تصنيع وخطوط جودة ومشابه سيضلى شغالين في الابحاث العلمية والمراكز البحسية برضو فيه سيضلى شغالين بهذا الشكل وهكذا سيضلى مثلا فتحه معامل طبية ومشابه كل ده ايه كل دي مجالات لا تزيد عن خمسة في المية من اجمالي السيضلى اللي موجودين وشغالين في سوق العمل يبقى لو جينا نبص كده الاغلبية كسحة ونصيب الاسد في الهيستجرام بتاعنا المين للكوميونيتي فارماسي اغلب السيضلى نسبة 80 في المية يعني يعني تمانية من كل عشر تمانية من كل عشر خرجين بيشتغلوا داخل الصيدليات اتنين بقى بتوزعوا واحد يكون معيد لا مش واحد يشتغل في مصنع واحد وهكاس يعني ايه بيتنوعهم دي نظرة عامة كده على مجالات العمل للصيدلي طيب تعالى بقى ما نشوف ايه وضع سوق العمل احنا ليه بنعمل ده كله او ليه المقدمة دي كلها المقدمة دي كلها هدفها تعرفك ليه احنا عملنا كورسي هبت اصلا ما انا ايه يعني انا مش منفصم عن الواقع بحيث ان انا بقول يلا يا جماعة نشرح فارما ها يلا بقى ما نديكم معلومات فارما والسلام لأ ده انا جايب لك منهك فارما لو زكرته يبقى انت مؤهل لسوق العمل بجدارة طيب هو ايه سوق العمل احنا بنشرح دلوقتي سوق العمل عامل ازاي واخد بالك يعني انا بشرح لك مجالات عمل الصيدلي دلوقتي بشرح لك وضع المهنة في مصر والخليجة عامل ازاي بحيث لما اجا اقول لك والله كورسي هبت هيفيدك بهذا الشكل تكون انت مستوعب هيفيدك ازاي على الوضع الحالي مش مش كورس كده من الخيال من البعد السابع هتعرف معلومات طبية والسلام لأ ده كل معلومة هتعرفها في كورسي هبت هتفيدك في شيء هتفيدك في سوق العمل بشيء هتفيدك هتفيدك وانت وسط الانترفيو اللي بتقدم على شغلانة بشيء هتفيدك وانت رايح تمتحن امتحنات الهيئات الصحية في الخليج وما شابه كل معلومة هتعرفها هتفيدك في سوق العمل بشكل معين طيب عشان نفهم برضو ان شاء الله تعالى كورسي هبت هنعرف تفاصيله كمان شوية بس نخلص المقدمة بتاعتنا اللي اللي بنشرح فيها وضع سوق العمل عامل ازاي تمام لو جينا نبص كده لحظة كده نثبت التكيف تمام لو جينا نبص كده على المهنة في حالة تشبه ده العنوان اللي بصراحة محزن يعني انت لو قرأت المعلومات اللي جاديا بصراحة تشوف ان وضع وضع مهنة الصيدلة اصبح مش كويس تعالى كده ما نشوف المعلومات دي ودي معلومات وحقائق بالارقام بقولك عدد اعضاء الجامعية العمومية للنقابة العامة ده الكلام ده في مصر والفرعية يبلغ الى ميتين وتلاتاشر الف عضو يعني عدد الصيدلة في مصر ميتين وتلاتاشر الف صيدالي هزا العدد يكفي بص بقى الكلام لتقديم خدمات الصيدلانية الى مليار وخمسمائة مليون مواطن يعني بالعدد ده لو مصر هي مصر كم مليون هي مصر في سنة الفين وستاشر كانت خمسة وتسعين مليون ممكن في الفين وتمانتاشر وصلنا سبعة وتسعين تمانية وتسعين وتسعين مليون في الحدود دي كده لا بيقولك عدد الصيدلة في الفين وستاشر اللي هما متين وتلاتاشر الف قول دلوقتي السنة دي وصلوا متين خمسة وعشرين متين وتلاتين الف صيدالي مسلا لان الاحصائية دي كانت بتاعة الفين وسبعتاشر احصائية الفين وتمانتاشر لسه وطلعتش بس احصية 2017 ان في 213 الف صيدالي في مصر العدد ده يقدر ان هو يقدم خدمات لمليار وخمسمائة مليون يعني لشعب الصين وفق النظم العالمية التي تحدد صيدالي لكل خمس الاف مواطن هي النظم العالمية بتقول لك ايه بتقول لك على اي مجتمع على اي شعب احنا عاوزين صيدالي لكل خمس الاف مواطن لأ في مصر صيدالي لكل الف مواطن النسبة ايه مش صيدالي لكل خمس الاف لأ في مصر موجود صيدالي لكل الف مواطن بس فكده بالنسبة دي ان عدد الصيدالي اللي موجودين دول يقدموا خدمات لمليار واحد مش لخمسة وتسعين مليون ففي تشبع رهيب في مهنة الصيدالة علما بان عدد الصيدالة في 18 دولة عربية مجاورة لا يزيد عن 80 الف صيدالي لو جينا نبص على 18 دولة العربية اللي جنبنا من اول بقى الكويت وقطر والبحرين وعومان واليمن وسوريا ولبنان والسودان والجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب كل ده لو جيت تشوف الدول العربية اللي حوالينا هتلاقي ان عدد الصيدالة في كل الدول العربية اللي حوالينا ما يزيدش عن 80 الف في مجموع كل الدول دي بينما في مصر الوحيدة 213 الف صيدالي شوف الخبر ده بتاريخي 24 فبرايل 2017 اوضح الدكتور محي عبيد نقيب صيدالة مصر ان وضع مصر حاليا مخالف للنظم العالمية خاصة بعد ارتفاع عدد الصيدالة الى 213 الف صيدالي ما يعني ان هناك صيدالي لكل الف مواطن هو الطبيعي للنظم العالمية بتقولك صيدالي لكل 5000 لأ في مصر صيدالي لكل الف مواطن وتابع بيقول نحن في كارثة تهدد ده كلام مين ده كلام الدكتور محي عبيد بيقول نحن في كارثة تهدد بحدوث بطالة بين الصيدالة خاصة وان مصر بيها 71 الف صيدالية مصر فيها 71 الف صيدالية ووفق المقييس العالمية من الممكن ان تقدم الخدمات لاثنين مليار. بيقول لك لو في شعب اه تعداد واثنين مليار بيكون محتاج الاثنين مليار دول واحد وسبعين الف صيدلية. يعني في حالة تشبع في عدد الصيادلة وفي حالة تشبع في عدد الصيدليات نفسها. يعني الوضع بجد في المهنة في حالة تشبع. تب كمل كده. بيقول لك العداد الصيادلة في مصر ارتفعت مؤخرا بشكل كبير نتيجة الى الاعداد الكبيرة التي تتم تخريجها في كليات الصيدلة سنويا. كل سنة في مصر بيتخرج كم صيدالة? بتخرج من اربعتاشر الى خمستاشر الف صيدالة سنويا. في كم جامعة في مصر? في اتنين واربعين كلية كلية صيدالة في مصر ما بين كلية خاصة وكليات حكومية. زي ما انت شايف كده وضع اه الصيادلة في مصر او المهنة بتاعتنا في حالة تشبع حقيقي. تبدأ على كده بنشوف وضع المهنة في الخليج. لان الخليج ده يعتبر هو المحطة الاولى لسفر معظم الصيادلة. طبعا اه حديثا اصبح في محطات جديدة زي كندا زي المانيا زي استراليا. بس ما زال لسه الخليج هو رقم واحد اللي بيفكر فيه اي صيدالة خريج. تعال كده بنشوف الدول الخليجية واحدة واحدة. يقول لك وضع الصيدالة في السعودية. بلغ عدد السيادلة السعودين والسعوديات المعتمدين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حوالي 9804. ده الكلام ده في سنة كان في سنة 2007. قول السنة دي. 2018 قوله وصل 10.000 تقريبا في الحدود دي كده. مشكلين من نسباته 25% من اجمال الصيادلة في المملكة. هي الصيادلة في المملكة تقريبا خمسين الف. خمسين الف او خمسة واربعين في الحدود دي كده. يعني بيقول لك ان عدد الصيادلة السعوديين بيمثلوا من اجمال الصيادلة سواء سعوديين وغير سعوديين حوالي كم؟ 25%. يعني تقريبا الربع. فيما بلغ عدد الصيادلة غير السعوديين الى كم؟ 39.330. ده الكلام ده برضو وفق 2017 لان احصايات 2018 لسه ما نزلتش. بنسبة 75%. طيب لو جينا نبص العدد الصيادلة غير السعوديين اللي موجودين في السعودية هنلاقون كم؟ هنلاقي ان 80% من غير السعوديين اللي موجودين داخل السعودية كسيادلة 80% منهم مصريين. يبقى السوق المصري متشبع بالصيادلة المصريين والسوق السعودي متشبع ايضا بالصيادلة المصريين. يبقى عدد المصريين تقريبا 80% من مجموعة السعوديين علما بان ايه مش بس كده ان وزارة العمل والتنمية قد اعلنت استهدافها توطين الصيدلات ضمن برامج التوطين الموجهة. كلمة توطين لو حد ما يعرفهاش توطين مقصود بقى سعودة يعني المهنة بعد ما يكون فيها اجانب او مقيمين بخلاف الجنسية السعودية. لا احنا عزين سعوديين بس هما اللي يمسكوا المهنة دي. طبعا التوطين في مهنة السيدلة تقريبا يعني مستحيل او شبه مستحيل ولكن هما بيحاولوا ان هما يوطنوا المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة بينما سيدلات الكميونيتي اللي في الشارع دي بيكون صعب جدا لان ايه منتشر كبير كتير وعدد السيدلة السعوديين ما يقدرش ان هو يوفي كل السيدلات موجودة في الشارع فهما بيحاولوا ان هما يوطنوا بس المستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة والمستشفيات ايه الحكومية. اما سيدلات الشارع دي مش دلوقتي يعني ممكن بعديا على الفين وتلاتين الفين واربعين وما شابه يعني مش دلوقتي خالص يعني. على ما يكون لما يخرج جيل جديد من السيدلة السعوديين يقدر ان هو يوفي كل احتاجات السوق. بس المهنة بيتفكر ان هو ايه يتم توطنها فيما يخص المستشفيات. ده وضع السيدلة او وضع السيدلة في السعودية. تعال بقى ما نشوف وضع السيدلة في دول الخليج. الامارات اغلبية السيدلة اللي موجودين في الامارات بيكون هنود. الطلب على الجنسيات العربية اه يعني متوسط. اه الطلب بيكون اكتر على الاردنيين والسوريين واللبنانيين والمصريين طبعا. كل ده اه في الامارات يعني هو ايه مزيج كده ما بيختصرش على المصريين بخلاف السعودية يعني السعودية 80% من السعودة اللي موجودين غير السعوديين هم مصريين بينما في الامارات لا يعني المصريين جنسية وسط جنسيات اخرى كتير البحرين وعمان الطلب قليل او متوسط من قليل الى متوسط يعني وده نتج ان عدد او الكسافة السكانية في الدول دي مضعيف يعني الامارات الكسافة السكانية تقريبا 2 مليون ونص تقريبا البحرين مليون ونص عمان 4 مليون ونص بينما السعودية الكسافة السكانية فيها وصل الى في سنة 2016 الى 32 مليون ونص يعني في 2018 قول وصلنا الى 34 مليون ولا حاجة فالسعودية تعتبر اعلى دولة خالجية في الكسافة السكانية فده بيندرج ان هم طالما فيه كسافة سكانية وعدد السكان كتير احنا عاوزين سياضلة كتير توفي هذا العدد فده يفسرلك بنسبة كبيرة لعدد السعودية لعدد السياضلة بيسافروا للسعودية اكتر دولة لان الكسافة السكانية في السعودية عالية قطر كسافة سكانية 2.5 مليون والطلب قليل حاليا للوضع الحالي ان في حصار مصر قطر مصر خليجة على قطر فوضع قطر يعني يعتبر نادر دلوقتي فرص العمل فيها كان قبل الحصار فيه كان فيه عقود عمل وقطر كانت شغالة كل حاجة بس حاليا الوضع ايه اصبح اقل ما يكون الكويت الطلب عليها متوسط ووضع مشابه للسعودية الكويت تقريبا فيه سوق العمل بتاعها مشابه بحد كبير الى السعودية ده تقريبا نظرة كده عامة على ايه على وضع سوق العمل في مصر ووضع سوق العمل في السعودية طبعا كله بالاركام ويحسن ان يكون الكلام علمي ومنهجي طيب عاوزين نوصل لإيه يعني الكلام ده كله احنا بنقوله ليه او عاوزين نوصل لإيه عاوزين نوصل لكلمة معينة ان اعداد السيادلة اصبح اكثر بكثير من المطلوب فعليا في سوق العمل ده حقيقة يعني الكلام ده مش اجتهاد مني لا ده وضع يعني كل السيادلة عارفين كده ان عدد السيادلة الجامعات بتضخ اعداد كبيرة جدا من السيادلة وسوق العمل مش محتاج كل الاعداد دي سواء سوق العمل المصري او سواء سوق العمل الخليجي يبقى الحل هنا ايه طب انت دلوقتي اصبحتك خريج انت خلاص انت دخلت كله السيادلة خدت خمس سنين وتخرجت خلاص خريج 2017 خريج 2016 خريج 2015 او خريج 2014 وما قبل وخلاص انت اصبحت سيدالي بالفعل ايه حلك دلوقتي عشان تكون مميز في سوق العمل او ان سوق العمل يسيب كل الاعداد الجحافل الكبيرة جدا من السيادلة ده ويقول انا عاوز فلان ايه اللي يخلي السوق العمل ينطقيك انت بالزبط الحل اذا هو التميز انك تكون سيدالي مميز ده حقيقة يعني ده حاجة منطقية جدا طيب السؤال المنطقي هنا ازاي يكون مميز بيقولك عشان تكون سيدالي مميز لازم ان تكون مميز في حاجتين في العلم زائد العمل وده حاجة برضو منطقية لازم ان يكون عندك علم سيدالة كويس وفريش في دماغك كده ده حاجة وزائد العمل لازم ان يكون عندك خبرة عملية بمعنى عندك علم جيد زائد خبرة عملية طيب كورس هبتة هيفيدك في ايه بقى الهدف منه تحضير السيدالي العربي لسوق العمل تحضير ايه تحضير علمي احنا هنحضر السيدالي لسوق العمل تحضير علمي بحيث ان احنا هنديله العلم علم الفارما الاساسي اللي هو لو عرفه هيساعده فيه تخطي المقابلات الشخصية او الانترفيو اللي بسألوا فيها علم فارما هيقدر ان هو يتخطى امتحانات الهيئات الصحية في دول الخليج زي السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت وما شابه هيقدر ان هو يتخطى اي عوائق قدامه تخص ان انت تكون محتاج علم فارما لازم ان تكون ملم بيه كورس هبتة بيفيدك في كده يعني باذن الله توقع بعد ما تقف في الكورس هبتة معانا ان اي مقابلة شخصية بتتسأل فيها فارما هتكون ملم بكل الاسئلة اللي فيها وتقدر تجاوبها بجدارة وتكون مميز جدا 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 اي امتحان يقابلك سواء امتحان هيئات السعودية امارات عمان قطر البحرين الكويت اي دولة خليجية لها امتحان هيئة صحية هتقدر انك تمتحنه وتجيب اعلى سكور بجدارة العلم اللي هتقابله في هبتة كورس هيفيدك دايريكت وانت واقف في قلب الصيدلية يعني هنقولك وانت واقف في الصيدلية لو جالك زبون او جالك مريض بيشتكي من كذا انسب عليك كذا عنده حموضة هتعالجه ازاي عنده سخنية هتعالجه ازاي عنده كحة هتعالجه ازاي عنده الحاجات الاساسية اللي انت محتاجها داخل الصيدلية في قلب العمل هتقابله يبقى كورس هبتة كورس مميز ان هو بيفيدك في سوق في دخولك لسوق العمل بجدارة بيحضرك لكل خطوة هتقابلها في حياتك اثناء دخولك سوق العمل هيفيدك فيها هيحضرك ايه تحضير علمي طب بالنسبة للتحضير العملي انت دلوقتي احنا اتفقنا ايه عشان تكون مميز لنسبة ان يكون عندك علم كويس كورس هبتة هيوفر لك ده طب بالنسبة للتهيئة العملية مهمين جدا هو التدريب الصيفي في الصيدليات او العمل بها من اول سنة صيدلة ودايما بنصح الشباب الصغير اللي داخلين كلية صيدلة من سنة اولى ما تستناش انك توصل لسنة رابعة وخامسة ومشابه لا من سنة اولى ابدأ انزل الصيدليات اكسر التلج بينك وبين الدواء شوف شكل العلبة شوف سعرها كام شوف وضع الصيدلية ايه شكل الرشوتات ازاي كل ده بيكسر الحاجز بينك وبين الوصفات وبين الادوية وما شابه بحيث انك تكون مهيئ وعندك خبرة كافية ايه كمان بيقول لك خبرة سنة او اكتر داخل الصيدلات ومقابلة الجمهور ده التدريب الصيفي لو انت طالب جامعة تاب لو انت خريج لازم انك تاخد تشتغل على طول في بعض الصيدلة يقوم اليك بس اللي قد هرمنا بقى من اجل هذه اللحظة التاريخية احنا خلصنا خمس سنين صيدلة جدعان انا عاوز اريح في البيت سنة عاوز افضل اتنطط واسيب لا هتفصل سنة ما بين الصيدلة وما بين انك تشتغل ده كارسة ده كارسة ليه لما تيجي تقدم لشغل ولا حاجة يقول لك السنة دي انت قعدتها ليه ما السنة دي انت قعدتها يبقى في حاجة فيك حاجة في حاجة غريبة فيك المفروض انت تتخلص من هنا تبدأ على طول شغل حتى لو ست ساعات ثمان ساعات يعني مش شرط تشتغل دوام كامل ولا حاجة المهم تشتغل ايه ست ساعات يعني المهم تاخد خبرة المهم يعني تدخل في مجال الصيدلة حتى لو عاد الساعات قليل في اليوم بحيث انك تقابل الجمهور وتقدر انك تقرأ وصفات تتعاون على خطوط الدكاترة تعرف الادوية تعرف البدائل بتاع الدواء انك تاخد خبرة ايه عملية فالخبرة العملية دي ان بتحصلها منين بتحصلها من هذا الجانب اما الخبرة العلمية بقى الخبرة العلمية المناهج بتاعت بتاعت الكليات وده حاجة معروفة المناهج الكليات الاغلبية منها مش بتركز على سوق العمل هو بيديك علم اكاديمي والسلام بينما في كورس هبتا ما يميزه حتى لو انت حديث التخرج وشاطر في الفارما ومشابه هتلاقي ان المناهج بتاع هبتا برضو مختلف لانه بيعرفك بالزبط سوق العمل عايز ايه بالزبط يعني هو مش كورس فارما عادي كده والسلام اهو علم والسلام لا ده هو هيعرفك بالزبط سوق العمل محتاج ايه تمام طيب نكمل احنا في بدايتنا برضو قلنا ان علم الفارما برانشين كبار علم فارما بيزيكس فارماكوثرابي وعلم فارما كيلينيكال فارماكوليج او كيلينيكال فارماكوثرابي البيزيكس مقصود بها فارما اساسية اللي هو علم الاساسي اللي ماينفعش صيدالة ما يكونش عارفه اللي هو معلومات اساسية يعني بنجي نتكلم عن المضادات الحيوية لازم ان تكون عارف المضادات الحيوية وتقسيماتها وكل مضادة حيوية يستخدم ايه والاثار الجانبية المشهورة الفقعة عن كل مضادة حيوية ده حاجات لازم ان تكون عارفها آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يعني في لازم علم اساسي كده لو انت مش عارفه يبقى ايه فرقك عن واحد دبلوم صناع ولا دبلوم تجارة ولا مش عارف ايه واقف في الصيدلية وعنده خبرة بقاله سنتين ثلاثة واقف في الصيدليات ما هو على قد الوصفة هيقرأها ويصرفها بس ايه اللي يميزك عن حد مش صيدالي اصلا واقف في الصيدلية هو علم الفارما صح كده ده حاجة منطقية جدا لان الخبرة العملية الخبرة العملية انك تاخد حس السوق حس السوق ده لو اي حد ما هوش صيدالي يقدر ان هو ياخد حس السوق وده الصيدلية الخارجين بيتصدموا لما يشوفوا انه مساعدين الصيدلية عندهم علم في الادوية وبديل الموضوع بديل الادوية واسعارها ومشابه ويقرأه حتى الوصفات صيدالي مش عارف يقرأ الوصفة والمساعد يعرف يقرأها هو مش صيدالي يتصدموا في الحاجات دي طيب ايه اللي يميزك بقى عنه انت كده كده بعد ستة شهور بعد سنة من الشغل داخل الصيدلية هتعرف نفس العلم اللي عارفه مساعد الصيدالي وهتبقى كويس وزي الفل مع الخبرة العملية ده حاجة ما تقلقش منها وهتاخد الخبرة وهتبقى زي الفل بازن الله تعالى بس مع الخبرة والتعاود بس لما توصل لمرحلة انك عرفت خلاص تقرأ الوصفات وتعرف الادوية وبديلها ومشابه ايه فرقك بقى ما انت زيه انت هو انت وهو واحد اللي يفرقك بجد انك يكون عندك العلم الكافي لما قل لك الأميوضرون ده بتاع ايه تعرف تجاوب لما قل لك الجلبين كلامايت ده بتاع ايه تعرف تجاوب لما قل لك المادة الفعالة بتاعت الأمريل ايه تعرف تجاوب واخد ده لأ كل دي معلومات هتقابلك في قلب الصيدلية لازم ان تكون عندك خبرة بيها ولازم ان يكون عندك علم بيها لان ده اللي هيميزك بجد عن اي مساعد صيدالي وهيميزك عن اي صيدالي تاني جزت ان هو طلع خد حس السوق ومات الكلام لا ده لازم ان يكون عندك علم لان الكلام ده لو انت ناوي انك تترقى في الشغلانة اللي انت فيها مش هتترقى وانت بوضعك الحالي صح يعني ركز معي كده انت بعلمك بخبرتك منك كتير انت بعلمك وخبرتك يعني بهيئتك دي فيه نوسك كتير جدا باسماء مختلفة كسيادلة موجودين في الحياة هاي اللي هيخلي اسمك يلمع؟ ها من وسط كل الالاف المؤلفة دي ايه اللي هيخلي اسمك يلمع ان يكون عندك خبرة علمية وخبرة عملية يكون عندك علم كويس يميزك عن كل الناس تكون انت مميز كده اسأل الدكتور فلان هو ده اللي عارب ك الكلمة دي لو تقلت عليه خلاص انت كده وصلت ايا معاول خبرة علمية وزائد خبرة عملية ده يكون مميز جدا في سوق العمل طيب سوق العمل هو كده كده لو انت طلقت واشتغلت في أي صدلية هتاخد حس السوق مفيش مكلام بس حس العلم ده هتاخده معنا فيه كورس هبتا يبقى كورس هبتا هو كورس فارما أساسية بيزيكس ايه فارما كوليجي طيب بالنسبة للكلينيكا اللي احنا بنشرح الكلينيكا منفصل كورس منفصل خالص بسمناها ultimate power cornerstone ده ايه ده cornerstone اللي بنشرح فيه علم الكلينيكا طيب السؤال هنا بقى احنا عملنا منهج فارما خلاص ايه منهج الفارما اللي احنا عملنا ده يتميز به عن أي كورس تاني بيقولك منهج الفارما الأساسية كتير جدا وتم تأليف آلاف الكتب فيها من مؤلفين أجانب أو عرب يعني الفارما البيزيكس تقريبا احنا بنتكلم عن البيزيكس تحديدا البيزيكس فارماكو ثيرابي موجود منها آلاف الكتب وكل هذه الكتب متاحة بصورة مجانية على مواقع الانترنت المختلفة أو على الفيسبوك اللي عاوز كتاب ممكن ان هو ياخده بأي طريقة كذلك توجد شرحات فيديو كثيرة على اليوتيوب لو انت عاوز شرح مثلا لمرض الضغط اكتب كده هايبرتنج هتلاقي آلاف الشرحات لناس شرحين يعني ايه هايبرتنج فيديوهات بالعربي فيديوهات بالانجليزي فيديوهات بالتركي فيديوهات بالفارسي فيديوهات بالهندي يعني هتلاقي بالروسي يعني هتلاقي كل باللغات العالم موجودة فايه اللي يميز بقى ايه اللي يخلي منهج او كورسهبت convergence مميز عن كل اللي موجود دا ايه الجديد اللي بنقدمه كل اللي احنا بنشرحه حتى نوصل للجملة دي ان احنا بنقدم منهج فارما أساسي مبني على ما يطلبه سوق العمل سوق العمل طالب ايه سوق العمل طالب انك تكون مميز في الانترنفوه احنا مديين منهج فارما لو انت عرفته هتكون افضل واحد سوق العمل يتطلب ايه يتطلب انك تكتاز امتحان الهيئة السعودية. احنا عاملين منهج مش بس كده مش منهج بس لان كورس هبتا مصاحبه منهج منهج بانك الاسئلة. احنا نشرح دلوقتي بانك الاسئلة اتعمل ازاي وكل حاجة? بس بقولك ان كورس هبتا كورس شرح زائد بلاس اتنين في واحد يعني. يعني هو شرح اي منهج كلام مشروح زائد بنك اسئلة. بنك الاسئلة ده لو انت حليته هو تقريبا الفين وابتين سؤال لو انت حليته تقدر انك تدخل على امتحان الهيئات الصحية السعودية والخليج تقدر انك تحلها بدون اي مشكلة. منهج او بنك الاسئلة بتاع كورس هبتا يختلف تماما عن كورس الاسئلة بتاع البرد الامريكي. البرد الامريكي ده زي ما قلنا حمادة موال لوحده ببنك اسئلة لوحده باتجاه لوحده فكر لوحده. بينما هبتا ده بيقول او بيستهدف السوق الخليجي والامتحان الهيئات الصحية وكذلك بيحضر للناس لاي انترفيو داخل انترفيو انت عاوز تكون مميز فيه بالعلم بتاعك. لان دلوقتي الشركات الكبيرة لما بتنزل مصر عاوز سيضلى ولا حاجة قبل ما يعودوا معك قبل ما يفكروا اصلا يدوك الفرصة الملكية دي انك تقعد معاهم وتتكلمهم. لأ قبل ما نقعد معك امتحن فرما. امتحنت فرما ونجحت تعال ابقى ما نكلمك. عشان نشوف البرسنات اللي بتاعتك والشخصية بتاعتك وهتقدر تفيدنا بايه وهكذا. فاصلا قبل ما يفكروا يعودوا معاك انت لازم ان تكون ايه? لازم ان يكون عندك فرما. كرسي هي بتا يعمل ايه? هيوفر لك منهج فرما بهذا الشكل. طيب. سوق العمل اصبح انتقائي. ده حقيقة. سوق العمل اصبح انتقائي. لو انت صيدالي عادي في زيك الاف عاديين. لازم ان تكون مميز وسط العادي دول. فرصتك بالبكالوريوس فقط ضعيفة جدا. مشكلة الصيدالة ان هم ما يفكروش كتير في الدراسات العليا. يعني نادر لما تلاقي صيدالي. نادر دي انا اقصد بيها ان هو واحد من وسط مية او واحد وسط الف. اللي هو يفكر ان هو ياخد بقى فارم دي ويدخل يعمل ماجستير او يدخل بعد كده في دكتوراه او واخد بالك. يعني الدراسات العليا. بالنسبة للسيادلة دي حاجة ايه? حاجة آآ آآ قليلة جدا هي دلوقتي. برضو عشان اكون محق الحق في سيادلة بتتاجه للموضوع ده. آآ السنوات الاخيرة عشان يميزوا نفسهم لانهم خلاص انتبهوا للخطر خلاص انتبهوا للخطر. لو انت مش مميز بحاجة خلاص يبقى انت ايه? فرصتك بالباتلوريوس ضعيفة جدا. الفرصة تزداد بالخبرة العلمية ده حاجة. ده حاجة اساسية ما فيهاش خلاف يعني. واغلب السيادلة اللي هديهم هزي الخبرة. اللي هي الفرصة تزداد بالخبرة العملية. هنا اشطوب هديا العلمية لا خلال عملية. الفرصة تزداد بالخبرة العملية واغلب السيادلة دايهم هزي الخبرة. يعني لو انت جيت تبص كده بعد سنة من التخرج هتلاقي كل السيادلة اللي اشتغلوا في السيادليات عندهم الخبرة دي. يبقى انت زي زي منك الاف عندهم نفس الخبرة وخدوا حس السوق زي الفل ولكن ليس اغلب السيادلة دايهم العلم الكافى الذي يتطلبوا سوء العمل اصبح دلوقتي سوء العمل انا مش على قد الخبرة بس لان على قد الخبرة ما فيه زيك كتير عندهم خبرة وفيه زيك كتير خلاص عرفوا الدواء وعرفوا كل حاجة فاصبح سوء العمل دلوقتي سوء انتقائي عاوز يكون واحد عنده خبرة وفي نفس الوقت شاطر ايه وعنده العلم الكافي في الفرم هي دي فرصتك عشان تقتنصها وتصل الى التميز فرصتك للدخول على مجموعات كبيرة في مصر زي في الترشوب كل دول بيعملوا امتحانات فرما عشان تدخلها في الانترفيو بتاعك بيسألوك اصلا في الفرما عشان يشوفوك وزائد ان هما بيعرفوا خلفيتك ايه خلفيتك العلمية العملية عاملة ازاي خارج مصر الناهد الدواء في السعودية المجموعات الكبيرة في الامارات قطر البحرين الكويت كل ده لازم انا قبل لما يقعدوا معاك اصلا بيعملوا لك امتحان يشوفوك انت كويس في الفرما ولا لا يبقى فرصتك لتطوير مكانك في عملك الحالي اي لو انت حتى شغال لو انت حديث التخرج الكورس هيبدا هيفيدك طب واحد يقوم ايه لي تابعنا متخرج من الفين واربعتاشر من الفين وعشرة من الفين وخمسة من سنة الفين انا متخرج من سنة الف تسعمائة وخمسة وتسعين مثلا يعني كورس هيبدا ده هيفيدني بايه انا اجزم انك لو انت قديم التخرج انت نسيت علم الفرما تماما او مش تماما نسيت اغلب علم الفرما كورس هيبدا ده هيفكرك ازاي علم الفرما ده موجود هيفكرك بالاساسيات اللي انت لو سمعتها هتبقى مميز في الشغلان اللي انت فيها ووسيلة للتطوير وسيلة للتطوير او الترقية داخل شغلك بحيس ان هو لما يكون فيه اي ترقية ولا حاجة في شركات كبيرة هما بيدوروا على ايه بيدوروا على الصيدال اللي بيلمع الصيدال اللي اسمه بيلمع كده ده اسمك بيلمع زي ان خبرتك كويسة كتير عندهم خبرة بس يميزك ايه انك عندك علم وتقدر انك توصل معلومة فاهم معلومة وهكاسة تماما فهو كورس هيبدا مفيد لحديث التخرج ومفيد برضو لقديم التخرج اللي حابين يفتكروا علم الفرما طيب لو هنيجي نتكلم مع حديث التخرج رحلة الوصول الى وظيفة كويسة في مكان كويس لحديث التخرج ده يعمل ايه طبعا اول حاجة ان هو ينتهي من باكالوريو الصيدالة بتقدير مناسب وهنا كلمة مناسب كلمة مططية شوية يعني كان ايام زمان قبل الفين وعشرة في الفين وخمسة في الفين في السنين ديا كان لما اي شركات كبيرة عاوزة تشغل صيدالة ولا حاجة او اي صيدالية داخل مصر كان ما بيشتريتش خالص التقدير خالص يعني كان حتى بيقول لك لو انت تقديرك مقبول حتى لو انت عدت سنة ولا حاجة مش شرط احنا عاوزين اي حد واحنا بعد كده هندربك ونعلمك وتبقى كويس ده ايه ده اه كان قبل كده ابتداء من الفين وعشرة وما بعد بقى الفين وحداشر كل سنة عن سنة الشروط اه بتزيد والتعائدات بتزيد لحد دلوقت اما الشركات الكبيرة او اي حد اي فرصة عمل كويسة يقول لك عشان اصلا تدخل معنا لازم ان تمتحن فارما وتنجح فيه وتقديرك اصلا يكون في كلية كام جيد جدا فيما فوق فاصبح دلوقتي زي ما احنا بنقول ان سوء العمل في الفين وثمانتاشر انتقائي فما بالك سوء العمل في الفين وعشرين سوء العمل في الفين خمسة وعشرين هيكون عمل ازاي فانت لازم ان تلحق نفسك دلوقتي وتطور نفسك بعلم كافي يميزك عن كل السيادلة اللي موجودين بحاجة تخليك فاهم فارما كويس طيب الحصول على خبرة عملي بفترة كافية امتى نقول وصلنا للبلاتو ايه حوار البلاتو ده انا افهم دلوقتي بيقولك الحصول على خبرة عملي كويسة الخبرة العملي دي احنا اتفاقنا بتحصولها ازاي من التدريب الصيفي داخل السيادلية او بالخبرة بعد الشغل بعد التخرج على طول امتى نقول وصلنا للبلاتو في المتوسط من سنة الى سنتين يعني ايه البلاتو البلاتو اللي هو انت وصلت الخبرة عملية وخدت حس السوق يعني اه وخلاص يعني انت واقف في يومك معاتش فيه جديد خلاص يعني انت قبلك كل الحالات اللي في الدنيا قبلك مريض كبد قبلك مريض السكر قبلك مريض القلب قبلك كل كل المرضى قبلوك وعرفت تتعامل معاهم وشفت وصفاتهم وكده تقريبا من سنة الى سنتين من سنة لو انت في الصيدلية شغالة وريت الفلو بتاع الكاستومرز ريت الزباين كتير عليها هتقدر انك في خلال سنة اه توصل للبلاتو بتاعك انه خلاص مفيش جديد بالنسبة لك اما لو كنت في صيدلية ريتها بسيط او متوسط يعني محتاج سنتين ولا حاجة عشان ايه تاخد حس السوق لذلك دلوقتي برضو عدو بشترطه يقوم ايلك عشان انت تسافر للخليج ولا حاجة احنا محتاجينك تكون ايه خبرة سنة او اكتر او خبرة سنتين او اكتر حسب اتجاه كل ايه كل مجموعة اه عن الاخرى طيب الحصول على علم فارما مناسب يقوهلك لسوق العمل طبعا زي ما قلنا كتير ان اي شركة او اي مجموعة صيدليات محتاج انك تدخلها لها وظيفة كويسة يعني براتو كويس انت محتاج انك هتمتحن فارما ده اساسي وبعد كلا هتمتحن امتحن البروميتريك لو انت بتسافر الى دول الخليج فكل ده انت محتاج علم فارما مناسب يأهلك انك تعد الخطوات ديا عشان توصل لوظيفة كويسة طيب اقتناص الوظيفة المناسبة ليك سواء داخل مصر او خارج مصر شوف بقى انت ميولك ايه ميولك انك تكمل في مصر ده اشيء كويس وجميل واشجع ليه كمل في مصر بيقولك انك تطلع للخارج برضو ده كويس واشجع ليه شوف اللي انت يناسب ظروفك ظروف بيتك ظروف الطموحاتك ظروف اهلك شوف اللي يناسبك ايه وبعد كده اقتنص الفرصة ديا بالعلم الكافي ده سواء في مصر سواء خارج مصر انت تقدر تتميز وتقدر توصل لطموحك يعني مفيش شرط معين مش يقولك يعني عشان توصل لطموحاتك لازم ان تكون برا مصر لا عادي ممكن تكون جوه مصر وتوصل للطموح اللي انت عايزه واكتر منه كمان بالتطوير مش انك تكون حاطت كاف على كاف كده وتفضل تقوم ايه لمستنى للفرصة لا لازم ان تشتغل ولازم ان تطلع خطوة لقدام لازم ان تكتهد لازم ان تتعب عشان ترفع من نفسك وتميز نفسك وسط الاعداد الكبيرة جدا من الصياد لدول طيب ده لو انت حديث التخرج طب لو انت بقى حاليا قديم التخرج قديم التخرج ده الفين وربعتاشر وما قبل من بقى من سنة خمسة وتمانين لحد الفين وربعتاشر لو محتاج منهج سهل خفيف يفكرك بكل الفرما يبقى افضل خيار ليك هو هبتا كورس سواء شغيع الكميونيتي او حتى ميديكار ريب بعض الميديكار ريب بينسوا خالص العلم وبيكون نفسهم ان هما يفتكروا بعض الصياد لقدامي يقول لك انا كتير كلمني كده على الخاص يقول لي انا ناسي خالص علم الفرما ده انا ناسي الادوية وناس الليلة دي يعني عاوز كورس خفيف بسيط كده اللي هو اه اسمعه اقرأه اه افهمه اتابعه ما ياخدش من وقت مع كورس هبتا دامست وايه انه خفيف جدا يعني مش بندخل في تفاصيل ولا حاجة لا ده احنا بنيجا على المواضيع ونشرح الحاجات البيزيكس قوي اللي هي الحاجات الاساسية اللي انتك المفروض تعرفها يعني لو معرفت هاش يبقى فيه خلل في كونك صيدلي خلل في كونك عندك علم في الفرما اللي هي الحاجات البسيطة مش هندقل بقى في الديتيلز هتلاقي حتى ان شاء الله تعالى اما ينزل الكورس انت هتشوف بنفسك الداة اللي موجودة هتلاقي داتا بسيطة جدا وكل معلومة بتمنها يعني كل معلومة انت تقول والله قابلني قابلتني قبل كده والله ممكن تقابلني عادي والله لو اشتغلت في الصلاة الفرماية عادي يعني هتلاقي كل كل المعلومات اللي موجودة في هيبتا كورس من الالف للياء كل معلومة بتمنها مفيش معلومة كده محطوطة والسلام طيب وده يسحبنا لسؤال مهم جدا مين من الصيادلة هيستفاد بكورس هيبتا هو كورس هيبتا تسمى اصلا كده لان هيبتا باللغة اللاتينية معناها سبعة الكورس بتاعنا سمناها هيبتا عشان هو سبعة في واحد يعني بيستهرف سبع فئات من الصيادلة مين هم السبع فئات من الصيادلة دول لو جينا نركز كده هلا لان هما سبع فئات اول ثلاث فئات خاصين بحديث التخرج الفئة الرابعة والخمسة والستة والسبعة خاصين بيه قديمي التخرج حديث التخرج واللي عايزين يتميزه في سوق المصري واحد عارف ان هو فرصته واحد من اربعتاشر يعني انا عاوز اقول لك ان ايه فيه اربعتاشر الف اربعتاشر الف صيدلي بتخرجه كل سنة اربعتاشر الف انت هيكون واحد من وسط الاربعتاشر الف دول ازاي تتميز من وسط الاربعتاشر الف دول كورسة هيبتا هيوفر لك التميز ده المقدمين للعمل في المجموعات الكبرى زي النهد والدواء وما شابه سواء في الخليج عموما يعني دول اصلا قبل ما يعودوا معاك هيمتحنوك فارما فلازما انت كتبون جاهز عشان المقابلة دي ده حاجة اساسية يعني حديث التخرج واللي بيحضر له صفر الى الخليج امتحان البيورسون فيو احنا بنقدم كورسة هيبتا منهك شرح مع منهك امع بنك اسئلة مش repetitive بس منهك شرح ام ورق بس كنة الزك الى لا فيه بنك اسئلة كمان بنك الاسئلة ده لو حليته بنك الاسئلة طبعا احنا مجمعينه من كل امتحانات البيورسون فيو و البرومتريك اللي تمت خلال العشر سنوات اللي فاته اي سؤال او اي امتحان بيرسون فيو او بيرومتريك خلال عشر سنوات اللي فاته اي سؤال تس�를 فيه وما احنا مجمعينه وعملينه وطبعا مفلترينه ومهندسينه ومزبطينه ومجاوبينه صح وشايلين العك والاسئلة الغلط والكلام الناس الكلام اللي بتعب الناس اسناء مذاكرة الاسئلة كل ده متفلتر ومتخلق ومتزبطينه كده انه هو منهج بيلمع منهج تعرف تذاكره ومش بس منهج اسئلة كده راس واربعدين لا ده وفيه منهج شرح قبليها بحيث انك يعني تسمع الشرح ده وتدخل على حل الاسئلة تلاقي انه حل الاسئلة منطقي يبقى انت كده يعني بتعمل كذا حاجة في كذا حاجة انك بتذاكر منهج فارما بتزبط دماغك لمنهج الفارما للمفروض لسوق العمل محتاجه في نفس الوقت شوف كذا حاجة في بعضه انت عرفت فارما هتفيدك وانتواف جوا الصيدلية هتفيدك في المقابلات الشخصية للشركات الكبرى هتفيدك لو تمتحن البرستن فيو واخد كمية فايدة من ورا المنهج اللي احنا عاملينه ده بيأهلك لسوق العمل بجدر باذن الله تعالى ايه كمان ده اول تلات فئات اللي هم حديث التخرج سواء طموح ان هو يكمل في مصر سواء طموح ان هو يسافر الخليج سواء طموح ان هو يدخل شركات كبيرة كورس هبتا لا غنى عنه طيب مين مين تاني الفئات اربعة وخمسة وستة وسبعة دول قديم التخرج بيقولك قديم التخرج مين اللي استفاد بقى بكورس هبتا قديم التخرج واللي ينسوا علم الفارما وحابين يشتغل المهنة على نور فيه قديم التخرج اللي هو خد حس السوق وعاد شغال كده بالبركة اللي هو خلاص نسى خالص الادوية واسماء الادوية نسى الكلام ده وهو شغال في الجوة الصيدلية مع يعني ايه بشوية الخبرة اللي جمحه من الدوة ده بديل ده وخلاص يعني علم الفارما نساء هو فجأة كده يعني ضمير الكائن جوة الصيدلي ايه صحة جواه وقال لا انا محتاج بقى بجد بجد يعني ان انا اعرف اشتغل على نور بقى بحيث ان انا اعرف اليد دا وده بتاع ايه والآ افهم افهم بحيث ان حد يسألني في العلم كده اقدر ان انا اكلمه على نور وقدر ان انا يعني افيده بجد افيده مش مش بالايه مش بالآ اعرف انت اللي هو ايه الكلام المساطب كده اللي هو يعني ايه تابع اعمل كذا تابع اعمل كذا لا بعد ما تاخد كورس هبتا تقدر انك تفيدوا بكلام علمي بجد مش مش اي كلام شبهه شبه العلم وخلاص لا لا كلام علمي بجد ده قديم التخارج لو عاوز يعرف كده ده كورس هيبتיה يكون وده واستو بقى عن الكورس الهالل بورد اللي احنا بنقدمه او اللي احنا بنقدم أحدين احنا بنقدم اتنين براند دلوقتي. براند ال كينيكل وبراند البيزykس. براند ال كينيكل ده في خاص بالطالبة اللي بيحضرهم ال بورد الامريكي براند البيزيكس اللي هو كورس هيبت Tú اللي احنا بنشرحه دلوقتي. ففيه ناس بتقول لك قادم التخرج احنا عاوزين نفتكر فارما فكانوا يجوا يشتركوا عايز يشتركوا فين? في المنهج البورد. فمنهج البورد داتة كتيرة ومعلومات كتيرة وكده. اه فلو انت حابب انك تقارف معلومات كتيرة انصحك سعادتها بالبورد اكيد لان هيكون في داتة كتيرة جدا بتفاصيل اكتر. طب لو انت عايز حاجة خفيفة ولزيزة كده ان هي تخلص معلش يعني لو نزلت علاقة شهر شهر ونص بالكتير تكون لامي من الدنيا وتكون فاكر كل حاجة. انصحك ساعتها بكورسي هبتة هيفكرك بكل شيء في وقت قياسي. ده الفئة الرابعة. الفئة الخامسة السيادلة اللي عاملين ويبحثوا عن ترقيق. اه في بعض يعني الشركات لما تكون عاوزة ترقي حد. اقول لك احنا هنرقي ولادنا. ولادنا مقصود بيهم ان هما ايه? الناس اللي شغالين جوه الشركة يعني. احنا هنرقي ناس من ولادنا. يجوا يبصوا يلاقوا ولادهم ان هما كلهم ايه? بنفس الدرجة كله عنده خبرة وكله بعرف يصرف وكله مش عارف ايه? و بقى اللي بيفرق واحد عن واحد ايه? ان هو ده بيعرف يعمل ده بيعرف يعمل ده بيعرف يتكلم مع الزبان كويس ده بيعرف بيزبط الشغل الاداري بتاعه كويس والحاجات الادارية بيعملها والله لا ده ما بتأخرش في البصمة وبيحضر كويس ده بيتعامل مع مديره كويس كل ده حاجات او معايير بتتحط في الاعتبار لما بيجي يرقيه صيدالي. في اعتبار كبير اوي محطوط له الواحد وكده درجة في الترقية اللي هو يكون عنده علم. تبدأ عارف ولا لا? يعني ما هرقي هرقي واحد ماشي. بس ده عارف يعني بيعرف علم صيدالة ولا هنرقيه وخلاص وبعد كده ما يعرفش ما نحسوش ان احنا رقينا صيدالة حسنا ان احنا رقينا واحد اداري والسلام. لا اه الشركات الكبيرة لما بتحب بترقي بيكون حطة من معاييرها ان الصيدالة ده لازم ان يكون عنده علم كافي يقدر ان هو يفيد الصيدالة اللي تحتيه لما يجي يتكلم بعد كده كمشرف مثلا يعني اه يجي يتكلم مع الصيدالة اللي تحتيه يجي يقوم يقول له والله كروس سيلنج واب سيلنج فيما يخص مريض اه بتاع السكر تيجي تقوم يقول له والله يحط فيتامين بي. طب ايه فايدة فيتامين بي لو انا بكلم كمشرف مع صيدالة لو انا مش عارف كمشرف طب هقدر افيد الصيدال ازاي هقدر اوجهه ازاي هقدر ارفع المباعات بتاعت المجموعة بتاعت ازاي مش هقدر فلازم ان بيكونوا حطين شرط اساسي لاي حد يترى ان هو يكون عنده خلفية علمية قوية. فالفئة الخامسة السيادلة عامليين وبيبحثوا عن التراقية بتاعته. ستة مانه جراعك بداية لكل الدراسات العليا. بعض السيادلة بيحبوا ان هما ايه ياخدوا دراسات العليا. بس يجوا يعملوا الخطوة دي ان يلاقوا ان الكلام تقيل. لانه فجأة كده انتقل من من وضع السكون الى آآ ليفل فايف مسلا. فانت عاوز تطلع السلم بالتدريج واخد بالك يعني ايه? على مهلك. فتعمل ايه? تاخد كورس هبتا بالراحة كده يعرفك علم الفارما الاساسي كخطوة مبدئية. فيما بعد تقدر انك تخش الدراسات طلع لها زي الفارم دي او الدبلوما. الفارم دي او المعادلات. اقصد الفارم دي او الماجستير او الدكتوراه او اسمها ايه الزملات تقدر انك تدخل الزملات بشكل بسيط وشكل سهل كخطوة مبدئية سهلة بدون اي مشاكل. طيب ايه كمان الفئة السبع مرجع لايه صيدالي مهما كان مجال العمل. في بعض الصياد اللي كده يقوم ايه لك انا عاوز منهك فارما. يكون عند بحيث ان انا لما حب استزيل عن اي موضوع اقدر ان انا افتح واقرأ فيه اه بحيث ان هو يكون حاجة سهلة وبسيطة ومتاحة في ايدي. كورس هبتا نفس الموضوع لان كورس هبتا احنا ملخصين علم الفارما كله اه في اه خمسة وتسعين ورقة او تقريبا في تسعين ورقة بالزبط تسعين ورقة كل يعني فيه كتب فارما لما بتتعمل بتوصل الى تلتمية ورقة ربعمية ورقة فيه كتب فارما على جزئين وتوصل لالف ورقة لا احنا منهك خفيف تسعين ورقة فقط تقدر انك تلم في علم الفارما ويكون مرجع عندك بسيط وسهل ومركز ان اي موضوع يقابلك في الحياة تفتحه تعرف الدنيا في ايه مثلا قابلك قابلك يعني مريض عنده نقرس نقرس اللي هو الجاود فانت عاوز في ثانية كده تعرف ايه هو الجاود احنا ملخصين الجاود في مص صفحة تعريف الجاود هو ايه العلاجات بتاعت الجاود هي ايه والسلام انت محتاج ايه اكتر من كده انت محتاج انك تعرف الجاود ده عبارة عن ايه والعلاجات بتاعته ايه والهدف من العلاجات دي ان هي تزبط اليوريك اسل عندك لو انت عرفت الثلاث معلومات دول مخلاص كده انت محتاج ايه اكتر من كده. وهو ده مرجع عندك متكاملة هو تعرف تراجع فيه اي موضوع يقابلك. فجأة كده انت قابلك مثلا يعني موانع الحمل. فانت عاوز تعرف ايه الفرق ما بين الجينيرا والياسمين والسيرازيت والمايكرو لوت ومشاهدة. عاوز تعرف الفرقات ما بين الحاجات دي. احنا ملخصين الكلام ده تقريبا فيه تلتين صفحة. هتفتح الكلام ده هيعرفك يعني ايه الموانع الحمل. ايه الحاجات اللي موجودة في السوق. ايه فرق ده عنده استعملاتهم ازاي لو واحدة سيدة نست حباية مانع الحمل تعمل ايه? ايه الاثار الجينيبية بتاعت موانع الحمل. اللي هو ايه? من كل من كل بستان زهرة. اللي هو معلومات بسيطة بمجرد ما انت تسمحها خلاص انت عرفت الموضوع انت محتاج ايه اكتر من كده اصلا? انت محتاج ايه اكتر من تكون عارف موانع الحمل استعملاتها ايه? ايه الفرقات ما بينهم? الاثار الجنابية بتاعتهم ايه لو واحدة نست حباية تعمل ايه ما هو ده الحاجات الاساسية لو انت عارفها خلاص بقى انت مميز عن اي حد تاني واحد تاني لو قلت له لو واحدة نست حباية منع الحامل لمدة يومين هتتصرف ازاي هيقولك راجعوا الدكتورة ده اول كلمة يقولها لك اما انت كصيدل لما تكون عارف المعلومة هتتصرف ازاي لو الله ياخد حباتين لمدة يومين وبعد كده بقى ومسل لمدة سامعة واخد ايه كلام علمي مش اللي هو كلام ايه كلام مصاطب بس روح للدكتور جايز واحد تاني يفتي لا مش هيحصل حاجة بس رجع للحبوب وخلاص لا بتتكلم كلام علمي هو ده لو انت اعاوز مرجع مثالي مثالي يعني اقدي كلمة مثالي اللي هو مختصر وخفيف وبسيط واللغة الانجليزية اللي مكتوب بيها اللغة بسيطة اي صيدالي حتى لو بعيد عن العلم يقدر ان هو يقرأ المنهج ويفهم الكلام لوحده مش بس كده احنا مدعمين المنهج بشرح فيديو بحيث انك لو في جملة مش فاهمها في شرح فيديو على الجملة دي او على المواضيع كلها تقريبا كل المنهج مشروح فيديو تقوم مشروح فيديو في وقت صغير مش وقت كبير بحيث انك تلم الدنيا في اقل وقت هما دول السبع فئات لو جيت تلاحظ كده هتلاقي ان اول ثلاث فئات من من اللي بيستفيدوا من كورس هبتا حديث التخرج اللي عاوزين اشتغلوا في مصر اللي دخلين الانترفيو بتاع الشركات الكبيرة او اللي بيمتحنوا بيرسون فيو لان المنهج مبني على اسئلة البيرسون فيو اسئلة البيرسون فيو منهج اسئلة كتيرة خدناها فلترناها زبطناها عملنا منهج انت لو ذاكرت المنهج ده وحلت الاسئلة دي تدخل الامتحان البيرسون فيو بدون اي مشكلة اربع فئات بقال من اربعة لسبعة دول قديمي التخرج طيب لو انت صيدالي فئة من واحد او اتنين او تلاتة خليك فاكر ده معلومة مهمة جدا دي في حوالي اربعتاشر الف صيدالي بيتخرجوا من مصر كل سنة هافترض معاك افتراض حسابي حقيقي هنفترض ان فيه الف وظيفة محترمة براتب مناسب في مكان كويس ما احنا يعني كل واحد كل صيدالي خريج هو نفسي يشتغل فين نفسي يشتغل في شركة تكون كبيرة وكويسة الادارة فيها كويسة ومتفاهمة وبراتب كويس يعني عدد ساعات دوام كويسة الراتب كويس البدلات حلوة ايام الاجهزة متاحة هو ده اللي بيطمح ليه كل صيدالي يكون وظيفة محترمة يبني مستقبله بسرعة هنفترض ان فيه الف وظيفة محترمة ده هنفترض انه وانت كده يبقى فرصتك انك تحصل على وظيفة من وسط الالف دول كام واحد من اربعتاشر ده احنا بنفترض ايه ان هي الوظيفة ديا اللي اربعتاشر الف خارجين السنة دول واخد بالك بعيدما للربعتاشر الف دول ده مضافين على اربعتاشر الف السنة اللي فاتت واربعتاشر الف من السنة اللي قبل قبلها واخد بالك فالوظيفة الحلوة لما بتنزل ها بيكون اه براحة تنقي من وسط امتين وتلاتاشر الف صيدالي موجودين ده مستوعب معايا بس خلينا نفترض نفترض جدل ان هي هتختار اه اه واحد من وسط الاربعتاشر الف خارجين السنة سنة معينة يعني ففرصتك وسط الدفعة اللي انت خريج فيها دفعة الفين وسبعتاشر فرصتك كام فرصتك واحد من وسط اربعتاشر تمام؟ مع كورس هبتا فرصتك بتزيد سبع مرات قد واحد تاني مش واخد كورس هبتا يعني مع كورس هبتا ستصبح فرصتك واحد من وسط اتنين بعد كورس هبتا هتكون فرصتك بتزيد من واحد وسط اربعتاشر الى واحد من وسط اتنين يعني من حوالي ستة في المية الى خمسين في المية تقدر انك ايه تحصل على وظيفة محترمة براتب مناسب في مكان كواس لذلك دايما بيقول شعارنا ايه او الهاشتاج بتاعنا الجديد كن هبتاوي خليك واحد من الحاصلين على كورس هبتا طيب لو انت تابع الفئات اربعة خمسة ستة سبعة اللي هو قديم التخرج خليك فاكر بفكرك السوق في الفترة الجاية سيلفظ اي حد مش قد المنافسه عدد السياد اللي في مصر زاده فدلوقتي سوق العمل نفسه محتاج الصيدلي الفت الكفء كذلك وضع الخليج نفسه ما عادش زي الاول وعاد فيه برامج توطينه وبرامج سعودة موجودة في دول الخليج بشكل كبير السوق سيلفظ اي حد مش قد المنافسه وسيبقى فقط من اقوى السياد لعلما وعملا بس خلي بالك بقى انا عاوزك تركز في حتة تقوم اقاين والله انا قديم التخرج احنا بنتكلم عن فئات اربعة خمسة ستة سبعة انا قديم التخرج دلوقتي فعادي بقى انا خلاص خدت ايه حس السوق وانا ايه ده خلاص انا بقيت في الوظيفة بتاعتي انت بقيت في الوظيفة بتاعتك بس خلي بالك ان التيرن اوفر في الشركات الكبيرة زاد والشركات الكبيرة ده حاجة الشركات الكبيرة بتحب حديث التخرج ليه لان يقول لك كده انت قديم التخرج ده خلاص تجوز وخلف ومقدار انتاجيته في الشغل قليلة بينما لما ننزل نجيب صيدالة فريش كده واحد لسه طالع من كلية طازة ده لما نقول له اشتغل ده بشتغل ويجيب اخره فخلي بالك انت قديم التخرج انت مش انت مش بيعيد عن الخطر ده اللي انا عاوز اوصله انت مش بيعيد عن الخطر ليه لان السوق في الفترة الجاية هيبدأ ان هو يقلص اعداد الموجودين اصلا فلما يجي يقلص هيقلص مين هيقلص السيادلة اللي مش انتاجيتهم حلوة هيفوارهم على طول هيخلي مين هيخلي افضل واحد علما وعملا لانه بيحب ان هو يروح من وسط الشباب اللي طنع الجديد ياخد عشان هيديله انتاجية ومن وسط الشباب الجديد هيبدأ ينقي لان عدد المتاح كبير فلما يجي ينقي هيناقي احسن ناس يكون عندهم علما وعملا من الجداد وهيبقي على احسن واحد علما وعملا من القدام لذلك ببساطة المعادلة انك كن هبتاوي خليك مع كورس هبتا لانه هيميزك من وسط كل الاعداد الكبيرة دي طيب احنا دلوقتي تقريبا مر ساعة بالزبط عرفنا فيها حاجات كتير عرفنا فيها سوق العمل عرفنا فيها كورس هبتا هيفيدك بايه وعرفنا فيها وضع سوق العمل بجد هيكون عامل ازاي وكورس هبتا هيقدر ان هو يفيدك ازاي احنا داخلين دلوقتي على ازاي كورس هبتا اتصنع يعني كورس هبتا دا احنا بنصنع فيه او بنصنع المحتوى بتاعه من حوالي تسع شهور فاته طيب احنا من تسع شهور فاته نقعدين كده فترة تقوقع كده مع نفسنا وقعدين شغالين بحيث ان احنا نطلع منهج كويس يقدر ان هو يفيد السيادلة بشكل كبير ازاي تصنع ازاي احنا صنعنا المحتوى بتاعه في عشر خطوات كده هنمشي عليهم بالسريع عشان نعرفك ازاي كورس هبتا دا بجد اتعملها اول حاجة تم تجميع كل اسئلة البرومتريك الخاصة في امتحان كل دول خليج اي امتحان دولة خليجية قطر البحرين السعودية الكويت عمان اي دولة خليجية جمعنا البرومتريك وانا عاوز اقول لك حاجة ان امتحان البرومتريك للسيادلة هو امتحان عالمي امتحان يعني شركة البرومتريك دا مش على قد الدول الخليج بس لا طبيعة اللي امتحان بتاعتها اسئلة عالمية يعني بتناسب اي صيدلي في اي حتة في الكون صيدلي هندي صيدلي استرالي صيدلي امريكي صيدلي اوروبي يعني الاسئلة نفسها دي اسئلة عالمية فجمعنا الاسئلة دي بخاصة بامتحان كل دول خليج تمام صنفنا الاسئلة دي لما جمعت تقريبا تقريبا كانت حوالي تلات تلاف ونص اربعة تلاف في الحرود دي كده اه بعد كده لما احنا قدام ايه قدام يعني كوكتيل اسئلة صلطة صلطة يعني سؤال بيسألك عن الضغط السؤال اللي بعديه على طول بيسألك عن السكر السؤال اللي بعديه بيسألك عن الهجاس السؤال اللي بعديه بيسألك عن المضادات الحيوية اللي بعديه بيسألك عن موانئة الحمل صلطة واخد بالك احنا عملنا ايه بقى تم تصنيف الاسئلة حسب الشباتر الى 18 شرط احنا جمعنا كل اسئلة بتسأل في موضوع معين وحطناها على جنب طبعا فيه ملفات كتير باسئلة كتيرة يعني زي ما بقولك كانت الدنيا انت لو شفت الملفات الخام اللي احنا جمعناها والاسئلة الخام اللي احنا جمعناها غير قابلة للمذاكرة يعني انت انا بستغرب ان فيه الناس بتاخد الملفات دي وتطبحها وتذكر منها طب انت بتذكر ايه الملفات اصلا مليانة اسئلة خطأ مليانة اجابات خطأ مليانة تعليقات خاطئة صغط السؤال نفسها خاطئة الاسئلة مش مترتبة ولا متصححة مش متفلترة اللي هو ايه اسئلة كده ملفات ورا بعضها والسلام كده احنا عملنا ايه خدنا الاسئلة دي فلترناها خدنا الاسئلة المتشابهة من كل الملفات دي وحطناها حطنا كل اسئلة شابتر في ملف الواحدة فقسمنا بقى المنهج ده بعد ما طلع قسمنا الى 18 شابتر تم مراجعة الاسئلة سؤال سؤال كل الاسئلة دي راجعناها سؤال سؤال وجاوبنا الاسئلة دي اجابة صحيحة كل سؤال اتراجع وتجاوب بشكل صحيح بالمعلومة الطبية الصحيح طبعا نسبة الخطأ في الملفات دي عالي عالي يعني مش عاوز اضرب نسبة بس قد يصل الى 20% في بعض الملفات فبقولك نسبة الاسئلة اللي محلولها غلط كتيرة طبعا ونسبة الاسئلة اللي فيها اسئلة مكررة كتيرة والمكرر بصغة خاطئة كتير وكتير فاحنا عملنا ايه؟ راجعنا كل الاسئلة دي سؤال سؤال جاوبناها بشكل صح اي سؤال مكرر رغلناه اي سؤال مكتوب بصغة خطئة صح احناها يعني عملنا شغل بفضل الله انا شايفه ان هو شغل يعني يعني الحاجة اللي تشوفها تقوم ايه والله الكلام ده ما تعوب عليه فعلا احنا تعبنا جدا 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 في صياغة طيب تم فلترة محتوى الاسئلة وتعديل الاخطاء الاملائية طبعا الملفات اللي موجودة على النت بصورة فريديا كلها مليانة اخطاء املائية بشكل فج يعني اخطاء املائية في الجرامر في النحو الجملة مكتوبة غلط اصلا الاخطاء املائية بالهابل بالهابل يعني فيه كمية اخطاء زي ما اقولك الاخطاء ممكن تصل الى عشرين في المية يعني كل سؤال والتاني كده تلاقي فيه حاجة غلط في الموضوع يعني كل ده تفلتر عدلنا الاخطاء الاملائية بعد الفلترة والشغل اللي احنا عملنا ده اللي هو تقريبا يعني خد عشان نفلتر الاسئلة دين تقريبا زمن اربع شهور اربع شهور شغل يومي عشان نفلتر الكلام ده ونطلع بنك اسئلة محترم خرج لنا كام سؤال اللي هو يعتبر سؤال بيرفكت اللي هو خلاص بقى بعد ما شلت كل الشوائب من الاسئلة واللي هو ايه الصفة بقى الحاجة كده اللي هو ايه المصفة والمكرر سبع مرات بعد التكرير وصلنا الكام وصلنا الى 222 سؤال بعد الفلترة تم اجاباتهم اجابة سليمة بصيغة سؤال صحيح تمام الكلام طيب ده الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة عملنا ايه بقى تم صناعة منهج على هذه الاسئلة فخرج علينا تمنتاشر شابتر مكتوبين بعناية فائقة احنا عملنا ايه الاسئلة اللي موجودة ديا الاسئلة اللي موجودة ديا على شابتر مثلا مثال ده مثال بس كده هما تمنتاشر شابتر فانا هديك مثال واحد من وسط التمنتاشر اللي هو اول شابتر هنبدأ به بإذن الله كورس هبتة اللي هو المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الطفاليات وددان ده اول شابتر هنبدأ به الشابتر ده لما جينا نكتبه تقريبا في كم سؤال تقريبا 239 سؤال او 240 سؤال على المضادات الحيوية واخوتها عملنا منهج في كل اجابات ال 240 سؤال يعني ال 240 سؤال دول اجاباتهم موجودة من قلب المنهج يعني انت لو بتقرأ المنهج هتلاقي الجمل الخبرية اللي تعرفك اجابة السؤال ده يعني انت لما بتعرف المعلومة ديا ويقابلك السؤال هتعرف تجاوب السؤال بدون اي مشاكل هي الكارسة فين الكارسة ان كان الناس بتاعه حفظ السؤال وخلاص والسلام يعني الناس اللي كانت بتحضر او اللي بيقدموا لامتحانات الفارما بتاعت الناهج مثلا او الدواء كان يقولك هما بيسألوا في ايه ويعرف السؤال باجابته والسلام خدت بالك ده بيتفور على طول ده على طول بيدخل يعني لو نجح بالصدفة في امتحان الفارما بتفور في المقابلات الشخصية بينهما بين المقابل يعني ليه لان خلاص هو بيبني ان هو حافظ مش فاهم لأ بينما الكورس ده لما انت تذكره وتسمعه لأ انت هتكون فاهم وهكون عارف المعلومة من النخاع ايه ولما يقابلك السؤال هتقدر انك تجاوب السؤال بناء على علم مش بناء انك حافظ السؤال باجابته والسلام وبعد اما تخلص انتهى مع الميزة فين انت كده كده مذاكر انا بس عاوز يتنظر للناس حاجة انت كده كده مذاكر عشان امتحان فارما بتاع الشركات الكبيرة كده كده مذاكر عشان امتحان كده كده مذاكر عشان تطور نفسك وسط الناس اللي موجودين في سوق العمل طب ايه رأيك انك تذاكر منهج واحد يأهلك لكل ده يأهلك انك تعد المقابلات الشخصية بتاعت الفارما يأهلك انك تعد في العلم الكافي انك توقف صيدالي بجد داخل الصيدالية طب ايه رأيك في منهج واحد يوفر لك كل ده هو منهج هبتا طيب تم صناعة منهج على هذه الاسئلة فخرج علينا 18 شبتر مكتوبين بعناية 80% من المحتوى مبنى على الاسئلة طيب 20% 20% متضاف على المنهج بحيث انه هو يكون السامغة مش مجرد بس كده معلوماته السلام لا بحيث انه هو المنهج يبقى شبه منهج يبقى المنهج واخد بالك يبقى المنهج تقرأه كده لا والله المرض معين بتاع المرض بتاع المرض وازاي يتعامل معها المنهج لما تيجي تبص له هتشوف انه هو منهج متكامل وفي نفس الوقت بصورة مختصرة وبسيطة وبلغة انجليزية خفيفة مش بلغة انجليزية معقدة ولا حاجة لا بلغة انجليزية خفيفة طيب 20% علم اساسي اللي هو لا يمكن الاستغناء عنه بحيث ان ايه المنهج يعني ايه اي فراغات او اي معلومات اساسية ما تسألش عليها برضو لازم ان هي تكون موجودة ومكتوبة بحيث ان المنهج يكون منهج متكامل ولا ينقصه شيء يعني لو انت جيت تبص منهج هبتة وبإذن الله طبعا احنا هننزل الجمعة الجاية على طول بيه عشان ناكد الكلام ده ان كل المعلومات الاساسية اللي انده محتاجها هتلاقيها موجودة داخل منهج هبتة سواء محتاجها في مقابلات شخصية person view او محتاجها وين تواف داخل الصيدلية كل ده هتلاقيه في منهج مختصر وفي كافي اسمه منهج هبتة طيب تم الاعتماد في بناء المنهج كالا المصادر الاساسية التي اقرها البروماتريك والبروماتريك والبروماتريك والبورسن فيو لو انت دخلت على المواقع الرسمية بتاعتهم هيقول لك كده احنا بنحط امتحاننا من قبل الخبراء بتوعنا بدون منهج يعني ايه يعني احنا ملناش منهج اصلا من الاخر امال ايه يعني بيقول لك انت ممكن انك تراجع الكتب الاساسية ديا زي الكتاب هو هو بيقترح عليك كده بيقترح عليك كذا كتاب رامنج تون جودمن اند جليمن فرماكو ثيرابي ابروتش فرماكو ثيرابي هاند بوك ليكسو كوم هاند بوك وهكذا يعني بيقول لك راجع المصادر ديا فيه مصادر معينة هو اللي انا قلتها حاليا وغيرها كل ده لما احنا جينا نعمل المنهج جبنا المصادر ديا باخر اصدار ليها اخر اديشن ليها ولما جينا نبني المعلومة بانينا المعلومة من قلب هذه المصادر بحيث ان هي المصادر اللي البرسن فيو اقرها كمنهج هو بيحط الامتحان منه احنا جيبنا المصادر ديا وبنينا المنهج المختصر بتاعنا بننا نهب نوعا على ايه على الاسئلة بحيث ان احنا المصادر ديا كتب كبير يعني ممكن في كتاب منهم الفين وراء لا احنا لما بنيجي نشوف الموضوع بنشوف هو بيس الفين من وسط الالفين دول فقمنا واخدينهم وقمنا حطينهم في منهج صغير مختصر تقرأوا تعرف في الضبط ايه المطلوب منك في الامتحان وايه اللي مطلوب منك بنفس الوقت داخل الصيدلية الميزة هنا ايه بقى ان الالفين وممتين سؤال دول الالفين وممتين سؤال يمثله فعلا ما يجب على الصيدل اللي معرفته انت لما تجي تبص على المتين واربعين سؤال بتوع المضادات الحيوية انت اصلا لو جبتها على المتين واربعين سؤال دول هتلاقيك بعدا ما خرجتي من اجابتهم انتواق في الصيدلية اسد اللي هو يعني اي سؤال في المضادات الحيوية او اي كيسة تقابلك في الحياة عن المضادات الحياوية انت خلاص مرت عليك وسط المتين واربعين دول لان متين واربعين سؤال من الحياة مش حاجة كده من برة من الفضايا الخارجي لا ده 24uh من قلب الحياة من حاجات بتقابلك بنفسك داخل الصيدلية لذلك طالما انت كده كده مذاكر طيب ما انت كده كده هتذاكر عشان تمتعها البرسن فيوه فبلاش تحفظ السؤال بإجابته ومات الكلام ما انت كده هتحفظ السؤال بإجابته هتاخد كم يعني هميحتاج اسبوعين ثلاثة عشان تذاكر او شهر عشان تذاكر الأسئلة دياً تم هو نفسه الشهر وتذاكر منهج الفارما مع بنك الأسئلة وتطلع جاهز بجد مسؤول عمل جاهز انك فعلاً عارف فارما مش مش مجرد سؤال وخلاص وعرفته وبخته في الورقة وطلعت ونسيته لا لا دا الموضوع اصبح منهج فارما بيسم بيسمع في مقابلاتك الشخصية بيسمع في امتحانك في البرسن اليوم بيسمع في نفس الوقت في وقوفك أثناء السيدالية طيب تم شرح بعد كده بعد ما جمعنا الأسئلة وبنينا المنهج احنا خلاص جمعنا الأسئلة قسمناها لشباتر 18 شابتر وعملنا المنهج بتاعنا عملنا ايه بقى شرحنا كل شابتر شرح كامل في زمن قياسي مش مش بس منهج هو المنهج 90 ورقة مش بس 90 ورقة دول ان هم يكونوا معاك كده تقرأهم انت عاوز تقرأهم يقولوا مقرأهم موج بش مش خموش كده عاوز تزاجرهم مع نفسك ساكرهم بس احنا بس مش سايبين لواحده لا احنا عاملين شرح كامل في زمن قياسي اللي هو الشابتر ياخد له مثلا ساعتين يعني فيه شابتر بياخد فيه شابتر بياخد ساعة ونصف فيه شابتر بياخد ساعتين فيه اكتر شابتر بياخد ساعتين ونصف كده يعني اللي هو ايه حسب يعني حسب شابترいき دا كبير ولا صغير يعني مشبتر كبير الفيدياتري كبير اللي هو حاجات الاطفال يعني امراض الاطفال ده الشابتر صغير خلص في ساعة وربع مثلا واخد بالك فاللا انا عاوز اقوله لك ايه ان كل شابتر تشرح بشكل ايه كامل بحيس انه يكون الورق معك وفي نفس الوقت لو انت عاوز تسمع شرح ايه للكلام اللي موجود في المنهج ده تقدر انك تسمع ايه ده اوبشن بزيادة يعني تقدر انك تفتح فيديو وتسمع الشابتر ده طيب ايه كمان بيقولك تم شرح كل شابتر شرح مختصر في زمن روبع ساعة طب افرض واحد عاوز يعني هو بيقول انا والله مزاكر المضادات الحيوية كويس واحد كده يقول انا مزاكرها كويس طب انا عايز ما مافضلش اسمع الساعتين بتوع المضادات الحيوية والله احنا موفر لك خيار اسمه اه شرح مختصر ده بيلمي لك الشابتر في روبع ساعة بيعمل اللي هو يقوم يقول لك خلي بالك المضادة الحيوية ده مهم ولو فيه استعمل كزا خلي بالك ان اشهر حاجة على المضادة الحيو زي هو كزا خلي بالك السفالوس بورن الاثار الجنائية بتاعته هو كزا واخد بالك اللي هو ايه ربع ساعة بيعمل للمعلومات الاساسية اللي لازم انت ايه تعرف فانت معاك اتنين المنهج اساسي معاك كوالأ موجود ده حاجة اساسية معاك عاوز تذكره داييركت تذكره عاوز تسمع شرح كامل عليه اسمعوا مش عاوز تسمع شرح كامل فيه بقى شرح مختصر اللي هو ربع ساعة اللي هو مص صعب الكتير حسب حجم الشابطر يعني تقدر تسمع الشرح ده بصورة مختصرة بيعمل لك على المهم اللي تكون عارفه ويبقى ده ايه اه حاجة ممتازة جدا طيب ده اما ترتيب الاسئلة داخل الشابطر الواحد اه يعني الحتة ديا بقى يعني الحتة ديا لو انا طالب والايت ان في منهج معمول كده بجد هيكون حكم عليه ان المنهج ده ما تعوفي جدا 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 ايه بقى الحتة ديا الحتة ديا بجد خدت لوحدها مجهود اضافي يعني ده الاكسترا افورت ده ليه بقى بيقولك تم ترتيب الاسئلة داخل الشابطر الواحد اه حسب ورود المعلومات في الشابطر يعني مسال ايه هديك مسال شابطر زي الكارديو الكارديو يعتبر اه مكون من اربع امراض الكارديو لو جينا نبص كده احنا مقسمينه الى اربع امراض اللي هو مرض ضغط الدم ومرض فشل القلب ومرض اللي هو الازمة القلبية ومرض اللي هو اه اختلال او اضطراب كهربة الالب اربع امراض هومان لما جينا نرتب الاسئلة في بنك الاسئلة بقى بتاع هيبتا كورس تم ترتيب الاسئلة حسب الاربع مواضيع بحيث ان اول مجموعة اسئلة يكونوا على اول مرض اللي هو مسلا ضغط الدم تاني مجموعة اسئلة على اه فشل القلب وهكذا مش بس كده شو بقى الجديدة دي تم ترتيب الاسئلة حسب ورود المعلومات في كل مرض مش هو مرض الضغط ده بدايته ايه بدايته بيعرفك يعني ايه مرض الضغط ثم العلاجات بتاعت اه الضغط ايه ثم علاج الضغط في المرأة الحامل ثم وهكذا مش هو اه اه موضوع الضغط نفسه متقسم الى مواضيع مترتبة ورا بعضها ده في اللين ده في ده في كورسي هبتا اللي هو الورق الورق بتاع المنهج لما تيجي تبص على الاسئلة هتلاقي ان الاسئلة مترتبة في الموضوع الواحد حسب ورود الافكار وهذا الشيء على كل الاسئلة على الالفين وامتين سؤال الالفين وامتين سؤال لما تيجي تبص هتلاقي ان كل سؤال بيسلمك للسؤال اللي بعديه يعني واخد بالك يعني انت لما بتيجي تحل هتلاقي ان الاسئلة سؤال بيسلمك للتاني بيسلمك للتالت هتلاقي ان الاسئلة نفسها مترتبة حسب ورود الافكار في منهج الشرح فانت لما تيجي تحل مش هتحس ان الدماغ ضربت ما هو ده الناس لما بتيجي تحل الاسئلة من المصادر او الملفات اللي موجودة على النت وكده بيلاقي ان الملفات سلطة وفيها الغث والسمين وفيها كل حاجة فالواحد يعني دماغه بتضرب طب انا يعني سؤال فجأة من هنا سؤال فجأة من هنا سؤال فجأة من هنا ويلاقي سؤال موجود وفجأة يلاقي سؤال نفس السؤال بتكرر واجابة مختلفة ويلاقي سؤال موجود بصغل غلط بسأله على دوا غلط وهو السؤال على دوا تاني مشابه للحروف وده حاجة كتيرة بقى كل ده تم تصحيحه وتعديله في كورسي هيفدة بحيث ان الالفين وامتين سؤال اللي هو كل سؤال واخيد عناية خاصة بحيث ان هو يتسنجف ويتوضب ويتزبط انك تقرأه تحله توصل للاجابة الصح باذن الله تعالى وده بيخلي بقى ان الاسئلة مترتبة حتى داخل الموضوع الواحد مش بس يعني حتى داخل الموضوع الواحد احنا مرتبين الاسئلة حسب وروض الافكار ده بيخلي حل الاسئلة اكثر سهولة ومنطقية وهو ده تقريبا اه خدم اننا مجهود كبير جدا ان احنا نعمل الحركة دي طبعا انك ترمي كل اسئلة شابتر ورا بعضها بدون ترتيب دي سهلة انك تجيب قدامك الف سؤال والله حط الخمسين هنا تبع شابتر فلاني حط الستين دول تبع الشابتر الفلاني حط كزا اما انك تيجي وسط الخمسين دول ترتبهم بقى ترجع تعمل اعادة ترتيب للخمسين سؤال دول بحيس ان هم ينزبط وروض الافكار داخل الشابتر المعين يبقى ده شيء منتاز يبقى احنا كده ايه وصلنا تعال كده لما نشوف اخر حاجة تم تجميع الشابتر شابتر ورا شابتر بترتيب منطقي وسهل لما تيجي تبص للجدوى اللي احنا حطينه هتلاقي ان الشابتر حتى ترتيبها في المذاكرة هتلاقي ان هي حاجة منطقية تدخل الدماغ يعني شابتر لما تذكره يسلمك للشابتر اللي بعديه هو يعني احنا همنا جدا ان المعلومات لما بتيجي تتبانى دجوها دماغك تتبانى طوبة فوق طوبة اللي هو ما يجيش مسلا تعرف معلومة دلوقتي وبعدين تفصيلها في الشابتر اللي بعديه تم انا بجيب اللي بعديه ده الاول بحيث انك تعرف المعلومة التمهيلية المبدئية ثم تدخل في الشابتر التاني تعرف المعلومة المتقدمة واخد بالك يعني كل حاجة تم ترتيبها وتنظيمها بعناية بحيث ان هي تناسب بجد انك بنسهل الدنيا للناس احنا عارفين حتة ان انا اقول لك اععد زاكر وكده مش كل الناس تقوم ايلا انا بحب المذاكرة لا جملة دي ما بنسمحاش كتير فانك لما تلاقي حاجة مترتبة ومتزبطة وحسب دماغك محتاجة هتحس ان الدنيا ايوة والله لأ يعني كده اعيب علي لو ما زاكرتش باخد بالك احنا موصلينك للمرحلة دي ان هو المنهج يعني بيقول لك والنبي زاكرني بينقصين لا اله الا الله بلاش والنبي دي طيب هتكون متملك يعني بعد لذلك توقع بعد انتهاك من الكورس ايه هتكون متملك لعلم اساسيات الفارما بشكل احترافي هتكون متملك ايه من الكورس لعلم بشكل احترافي ان خلاص بقى يعني التمنتاشر شابتر دول انت ملكتهم عارف بنك الاسئلة بتاعهم انت بالعلم ده متزبط بجد لسوق العمل وبكده اكتمل معانا ايه بقى احنا وصلنا للمرحلة الاخيرة كل ده عوزين بعد العشر خطوات دول عوزين نوصل لايه عوزين نوصل لان احنا عملنا حاجتين كبار عملنا منهج فارما وراء منهج شرح اللي هو داتا بيانات عن المرض وعلاجه واثار الجنبية بتاع الادوية وما شابه ده شرح كده وراء وراء بعض زائد بنك اسئلة اسئلة مترتبة حسب المنهج ده حسب وروض الافكار في المنهج ده معلوم وراء معلوم هي اظهر معانا دلوقتي ايه حاجتين منهج متكامل منهج فارما متكامل تسعين وراءة فيهم علم الفارما كله داتا وراء بعضها وبنك اسئلة متكامل حوالي الفين وابتين سؤال مترتبين حسب هذا منهج المنهج الفارما ده شرحناه فيديو وبنك الاسئلة برضو مشروح فيديو وده المفاجأة بقى ان بنك الاسئلة مش مجرد اسئلة محطوطة كده وخلاص وانت تذكرها مع نفسك لا ده فيه شرح فيديو على الاسئلة دي الاسئلة دي المشروحة فيديو وكل سؤال لما جينا نشرحه مش شرحناه كده والسلام لا ده احنا دينا لك انت عن السؤال يعني الصح صح ليه والغلط غلط ليه واخد بالك يعني مفاهيمينك السؤال ده هو كده ليه بحيث انك لما تيجي تسمع حل السؤال تستفاد المعلومة تعلم في دماغك وديا حتى انا بنصح بها حتى قديم التخرج انك لو اشتركت في كورسهبتة اطلع برضو على بنك الاسئلة حتى لو انت خلاص انت قريدي في الخليج وانتش هتمتحن بيرسون فيه ولا حاجة حتى فديا اطلع على بنك الاسئلة لانك مع اطلعك لبنك الاسئلة هي معلومات اصلا وكيسز بتقابلك في الحياة فانت لما تعرف السؤال بإجابته هتأكد على المعلومة وهتخرج من بنك الاسئلة هتيجي توقف في الصيدالية هتلاقي كيسز من اللي انت حليل هديا بتقابلك في نفس اليوم في نفس اليوم هيقابلك واحد يقوم اللي كان عندي كذا فهتقوم يقول والله ده ما قابلني السؤال دلوقتي هتجاوبه صح يعني الكيسة بقى ده ما كانت حاجة على الورق هتلاقي بإذن الله تعالى في الحياة قدامك هتعرف انك تحل وتفيد المريض بشكل كويس وده بيسمى على طول في شغلك وادائك داخل الصيدالية وذلك بقول طالما انت كده كده مزاكر زاكر منهج يفيدك على كل المستويات وهيخلي فرصتك في سوق العمل بعد اما كانت ستة في المية الى خمسين في المية بعد اما كان احتمال واحد من كل اربعتاشر يوصل احتمال من وسط اتنين طيب الفرما مشروح فيديو بنك الاسئلة مشروح فيديو ده ليه ورق وده ليه ورق وكل ورق مشروح فيديو بدون اي مشاكل طيب السؤال بقى اللي يهمنا جدا ايه اللي يميز منهج هبتة عن اي منهج اخر واحد يقوم ايه اللي والله انا من فترة اشتريت كتاب اه مكتوب عليه انه هو بيأهل برضو لسؤول العمل حاجة لما قبل لما قبل العمل واحد تاني يقوم يقول والله لا انا معايا فيديوهات موجودة على اليوتيوب فيها شرح فرما ايه اللي يخلي منهج هبتة مميز عن المناهج المتاحة على اليوتيوب او متاحة في كتب او متاحة على جروبات ومشابه اللي يخلي بجد واحد يوم ايه المنهج هبتة ده لا ده بجد مميز تعال كده ما نشوف الخمس مميزات بتوع منهج هبتة اللي مش موجودين وانا اجزم بذلك مش موجودين في اي منهج تاني على الاطلاق هما خمس حاجات يخلوهم مش موجودين خالص في اي حتة تاني واحد انه هو منهج فرما مختصر ما هوش كتاب بقى كبير ميتين تلتميت ربميت ورقة لا ده هما كلهم على بعض تسعين ورقة مختصر بيركز على العلم اللي بيحتاجه الصيدالي في سوق العمل مش منهج فرما اكاديمي والسلام معلومات والسلام لا ده العلم اللي موجود في منهج الفرما ده بمجرد ما تعرفه هيسمع مباشرة في مقابلاتك الشخصية وانت بتدور على فرصة عمل هيسمع مباشرة في امتحانك بتاع البيرسون فيو هتنجح فيه من اول مرة وبذكر علي جدا هيسمع ببشرة وفقوفك في الصيدالية وانت واقف هتلاقي كل اللي انت ذاكرته في ده هيقابلك بالنص فيه وانت واقف في الصيدالية وانت واقف في الشغل بنك اسئلة هيبتة يعتبر اقوى بنك الاسئلة بقى مش احنا قلنا هيبتة ده حاجتين اتنين في واحد منهج شرح فرما زائد بنك اسئلة الفين ومتين سؤال احنا بقى النقطة التانية ده ده حدة مش موجولة في اي معنها كفرما تاني بتقدم بنك اسئلة هيبتة يعتبر اول واقوى بنك اسئلة متكامل ومرتب ومفلتر ومصحح ومراجع بعناية فائق كل ده مستحيل تلاقيه في اي مكان تاني بنك اسئلة اول واحد اول بنك يتعامل بهذا الشكل اول بنك مفيش حد اعمله قبل كده واقوى بنك متكامل مرتب مفلتر مصحح مراجع بعناية فائقة كل سؤال تم مراجعة ومراجعة آآ فائقة بياهل الصيدالة الاجتياز كل اختبارات الهيئات الصحية بالخليج اي امتحان صح اختبار هيئة صحية ده موجود طيب شرح فيديو كامل لكل المنهج في وقت قياسي ده برضو حاجة مهمة جدا ان مش منهج فارما كده تذكروا مع نفسك لا ده في شرح فيديو موجود على المنهج ده بحيث انك آآ يعني لو واقف قدامك اي موضوع وعاوز تسمع شرح الفيديو ليه افتح الفيديو واسمع من ساعة ونص لساعتين لكل شبطر شرح مختصر لكل المنهج مش بس كده مش شرح كامل طويل لو انت وقتك دي ما تقدرش تسمعه لا ده في شرح مختصر من ربع ساعة لنص ساعة على الشبطر لو عاوز تسمع دول وتكتفي بيهم حلو عاوز تستزيل اسمع كامل يعني احطين لك اتنين اهو حسب وقتك وقتك يسمع تسمع كامل حلو عاوز تسمع بنختصر اسمع هيعمل لك على المهم ايه كمان شرح بنك الاسئلة بالكامل كل الالفين وممتين سؤال مشروحين شرح آآ كامل كل الالفين وممتين سؤال عشان تفهم الصحة صحة ليه والغلط غلط ليه وده بيخليك تاخد خبرة اكتر وتأكد على المعلومة اللي انت عرفتها في منهج هبتة منهج الشرح يعني هيأكدها عليك باسئلة فالمعلومة بتأكد مرة واثنين وثلاثة ده كله خمس مميزات مش موجودين في اي منهج فارما على الاطلاق تماما هتديك مثال عشان اكد لك المعلومة دي انه الكلام ده حرفيا واقعي حرف يعني الكلام ده مش مش افتراضي الاسلايديا مش مش افتراضية لا ده الكلام ده محسوب بالورع والقلم هتديك مثال عشان تفهم اصدق ايه شابتر زي الانفكشن بيضم كل المضادات الحيوية مضادات الفيروسات مضادات الفطريات علاج الديدان والتفايليات المضادات الحيوية زي اجمانتين ومشابه مضادات الفيروسات زي الزوفراكس ومشابه مضادات الفطريات زي الفطريات الفم والفطريات في المناطق التناسلية علاج الديدان والتفايليات علاج زي الفيرموكس والالبندازول والالبندة ومشابه كل ده بنسميه ايه بنسميه انفكشن كل ده مقلفينه كل العلم ده متقلف في كم ورقة في ست ورقات فقط والورقة يعني مش ورقة خفيفة ما فيهاش كلام كتير لا ورقة خفيفة كل ده في ست ورقات فقط بعد مذاكرتهم تقدر تحلي كم تقدر تحلي امتين وتسعة وتلاتين سؤال من امتحانات البرسن فيو والبرومتريك تقريبا كل الاسئلة اللي بتسأل على الحاجات دي متجمعة وتم فلتريتها فطلعوا في الاخر كم سؤال طلعوا امتين تسعة وتلاتين انت لو ذكرت الست ورقات دول تقدر تحلي امتين تسعة وتلاتين سؤال على الحاجات دي وانحنا قلنا بقى ان الميزة انت لو حلت المتين تسعة وتلاتين سؤال دول ده دول بيسمعوا ضاير اكتفيه ووقوفك داخل الصيدلية ما هم دول بيغطوا كل الحالات اللي انت هتقابلك داخل الصيدلية طيب ده مين ده المنهج بتاع حيبته هم ستة ورقات يخليك تحلي امتين تسعة وتلاتين في منهج في منهج فارما تاني منهج فارما ده تم او منهج او او اكسر يعني تم الترويج لهم انه هم دول بيأهلوا للعمل ده حرفيا ده الكلام ده موجود حرفيا يعني المنهج ده موجود كم ورقة موجود منهج المضادات الحقيقية ومضادات الفيروسات موجودين في كم ورقة موجودين في تلاتين ورقة او يزيد بعد مذاكرتهم تقدر تحلي كم تقدر تحلي نص الاسئلة اللي موجودة دي انا عاوزك تشوف المعادلة ان هو مع منهج هبته هم ستة ورقات هتقدر تحلي المتين تسعة وتلاتين كاملين بدون خطأ في ولا سؤال بينما في منهج فارما تانا هيكون تلاتين ورقة تلاتين ورقة بس بعد ما تذكرهم يعني رغم ان هم كتير بس بعد ما تذكرهم وتحفظهم كل حاجة مش هتقدر تجاوب حتى على نص الانتين تسعة وتلاتين سؤال علما ان مناهج الفارما الاخرى لا تستهدف سوق العمل وغير مدعمها بمنج الاسئلة فلما حقيقة منهج هبته هو اول منهج يكون مدعم بالاسئلة ويصب فيه سوق العمل بجدار ويختلف كليا عن اي منهج تاني بيقول ان هو بيحضر لسؤول العمل لا ده حرفيا بيقاهل لسؤول العمل لانه مبني على الاسئلة اللي سوق العمل بيطلبها الاسئلة اللي بتساءل فيه المقابلات الشخصية اسئلة الفارما متجمع ومتجاوب عليها الاسئلة اللي بتساءل فيه والبرومتريك متجمع ومحتوظة في صورة منهج ومتجاوب عليها ومتفلترة فده منهج بجد بيأهلك لسؤول العمل بجدار تماما طيب المنهج عبارة عن كام المنهج يبارة عن 18 شابتر فارما زائد شابتر اخير يتحدث عن مزولة المهنة هم تقريبا 19 شابتر 18 شابتر بتكلم عن علم فارما بحت وفيه شابتر اخير بتكلم عن مزولة المهنة واخلاقيات المهنة ومشابه تعالى كده بنشوف الجدول بتاعنا هوا عشان تعرف الشابتر عبارة عن ايه اا اول شابتر معنا اسم وده بتكلم عن مضادات الحيوية مضادات فيروسات مضادات فطريات مضادات طفائليات وديدان عدد الاوراق ست ورقات عدد الاسئلة تجمعت 239 سؤال الشابتر البعدي جي اي تي وده بتكلم فيه بقى عن قرحة المعنى قرحة الاثنى عشر علاج الحموضة علاج ارتجاع الحمض للمريء مشاكل القولون وعلاجه الاسهال الامساك الترجيع فيروسات الكبد وعلاجها كل ده كل ده بيقابلك اصلا انت في الصيدلية حتى فيروسات الكبد وعلاجها مش بيجي يقوم ايلاك احنا عاوزين اه دوى مدعم للكبد زي الهيباتون ومشابه ما كل ده اي معلومة هتقابلك في اه منهج هبتة مليار في المية بتقابلك في حاجة من ثلاثة يا في مقابلة شخصية وانت بدور عمل يا اه امتحان بورسون فيو يا في قلب الصيدلية لذلك انا بقول حتى لو انت مش حديثت تخرج وواقف داخل الصيدلية او عاوز تبيع على نور او عاوز تكون فاهم انت واقف يميزك عن اي حد موجود كورسة هبتة لان كورسة هبتة كل معلومة فيه بتعرفها هتفيدك بشيء وانت واقف داخل الصيدلية من اول قرحة المعدة والحموضة والترجيع والاسهال والامساك كل ده والمغس وكل ده اي حاجة ما لها علاقة بمشاكل الجهاز الهضمي مشروحة وفي خمس ورقات فقط بتأهلك انك تجاوب على 169 سؤال هي دي المعادلة بقى ان احنا نحط المنهج بشكل مختصر وخفيف وسهل ومعلومات خفيفة ومجرد ما تعرفها تقدر تجاوب على اكبر عدد ممكن من الاسئلة في امتحان الهيئات الصحية للدول الخليج طيب المسكنات زي البرستامول طبعا الشركات الكبيرة في الدول الخليج لما تيجي تنزل مصر مسلا وعاوزة تاخد صيادلة هما بيدوروا على ايه بيدوروا على واحد يكون متأشر عاوزين واحد كده حلو ليه اصل العدد كبير هو النهدي مسلا لما بيجي ينزل هو بيتقدم له كم بتقدم له من حوالي الف ونص الالفين صيدل الف ونص الالفين بياخدوا كم من وسط الالف ونص الالفين دول بياخدوا اربعين او خمسين واحد بيختارهم بناء على ايه هو بياخد الصيدل المتأشر ازالك بيقول لك انت فرصتك يعني بتزيد بشكل كبير جدا جدا مع هبته باذن الله تعالى ده حاجة انا يعني اكدها لك ومتأكد منها باذن الله تعالى بعد كده موضوع زي الانالجيسكس هتعرف بقى البرستامول طبعا ده يفصلونه في موضوع لوحده لو انه موضوع اساسي ومهم جدا داخل الصيدلية وداخل حتى امتحانات البرستان فيه ويهتموا بيها وبسأله شوف مئة وعشرة سؤال رقم كبير برضه البرستامول البروفين السليبريكس البروفين اللي هو عالية النسيد عموما السليبريكس اللي هو عالية الكوكس هتعرف المسكنات من مشتقط الافيون مسكنات عشان لو صيدلية بتبيع ادوية جدا على هل حاجة برضو يكون عنده علم فارما كافي عن ادوية الجدول دي وزي بالزبط كل ده يعني بقولك ايه لو انت صيدلي ايه عاوز تعرف كل حاجة عن الصيدلية وحسب طبيعة الصيدلية بتاعتك الصيدلية بتاعتك بتتعامل اكتر مع فيها ادوية جدول ما فيهاش ادوية جدول بتتعامل اكتر مع المستشفيات لان فيه صيدلات بتكون فيوش المستشفى فالمستشفى بيكون لها طلبات مختلفة عن الصيدليات الكوميونيتي لا حتى مش عارف الكانيولا دي حتى محلول الملح ده محلول كزا احنا حطين حتى شابتر خفيف كده عن عموما وايه محلول الملح وايه محلول ويمشى بحيس حتى لو انت شوف لو انت عايز تعرف الباب ده وتتطرق فيه موجود برضو طبعا احنا بنتكلم ايه اللي هو نص صفحة نص صفحة تعرفك الليلى فا ايه كل ده بيكون كلام مختصر وخفيف وبسيط تعرفك الدنيا فا ايه تمانا دوما الشابتر ده هتعرف فيه موانئة الحمل والترباط الدورة عدم انتظامها آآ 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 مددورة هشاشة العظام سن اليأس الادواء في الحمل والرضاعة منشطات الخصوبة في النساء كل دي مواضيع مهمة جدا 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 لاسي ما تكون عارفها تخيل بقا نتكلم الحاجات دي انا في الصيدلي بقايف في الصيدلية بيعاد عليه يوم غير لما يبيع موانئة حمل وبتسأل اسئلة عن مواني الحملة دي بتاخد امتى لو نسيتها عمل ايه لا ايه فرق ده عن داتا بانا عاوز احول من ياسمين لجنيرا عمل ايه كل دي معلومات لازم انت كونت هي دي اللي هتميزك يا صيدالي عن اي حد تاني بيناول الدواء ما هو في واحد شغال مناول اللي هو يروح يجيب الدواء من عرف يحطه في كيس يعمل الدواء ومات الكلام لا احنا عاوزين يكون واحد بيبيع عن علم عن فهم هو ده اللي هيوفره لك كورس هبتا ايه امراض الاطفال المشهورة ارتفاع درجة الحرارة التهاب اللوز الحمى التسنين حتى جايبين سريطة التسنين وازاي علاجه الراجح والذكامة عند الاطفال كل ده ايه شرحينه داخل شبطر تطعيم هنعرفهم بشكل وافي ومختصر تطعيمات بيديجي كده سيدة تدخل الصيدالية ابن عنده شهرين يا دكتور اعمل ايه التطعيمات المناسبة ليه ايه طب هو تم سنتين طب ايه تطعيم السنتين ايه تطعيم السنة كل دي معلومات انت وارد انك تسأل عليها احنا بديهالك بصورة مختصرة بصورة مختصرة جدا يعني كل تطعيم هتعرف عليه تلت سطور اللي هو يعني من الاخر لو انت الملف ده موجود عندك كده تفتحه كده على الموبايل في ثانية تبص واحد بيسألك مسلا على تطعيم ولا حاجة ولا التطعيم السلاسي تفتح كده انت بتعرف التطعيم السلاسي ده بتاخد امتى في ثانية اللي هو لقينه سطر انت بتعرف التطعيم ده بيعالج ايه او بياقي من ايه قصدي التطعيم ده بياقي من ايه وبتاخد في الشهور الكام ومعلومة بسيطة عنه كل تطعيم تلها تصور بحيس انك تلمي الليلة في اللي هو ايه معلومات بسيطة وسهلة تكون عارف كل حاجة اه بعد كده البلموناري والجوت البلموناري مقصود به الكحة حساسية الصدر الازمة الجوت اللي هو النقرس اتفاعم اليوركي اسيد كل ده معلومات انت بتكون محتاجها لانك انت عاوز تعرف الكحة بتتعالج ازاي حسية الصدر ازاي الاطفال اللي بيعانوا من الازمة ومشابه كل ده انت بتكون معرض له بخاخات الفنتولين ايه فرق بخاخ الفنتولين على السريطايد والفلوكسطايد الحاجات دي كلها انت اصلا بتباحها داخل الصيدلية فانت طالما كده كده مزاكر اعرف المعلومات واعرف المنهج بتاعها هتبقى مؤهل لي المقابلات الشخصية مؤهل لي امتحان الهيئة الصحية بجدارة الاندوكراين مرض السكر مشاكل غضة درقية مرض السكر اه مدوية السكر كتيرة لازم ان تكون عارفها هي ايه الغضة الدرقية زي الالتروكزين والسيروكزين والكلام ده كله السمنة لما واحد يجو ما اقول لك نطقين عاوز اخيس اعمل ايه تكايس المبايض واخد بقيت جول كوفاج بستخدم في تكايس المبايض ليه هتفهم السمنة الواحد بالتخين الاورلستاد بعمل ايه اه اه مرض السكر اه طب اه واخد بالك هتلاقي انك فهمت كل ده مواضيع مهمة جدا جدا ليك يا صيدالي وبتعرفها في حاجات بسيطة يعني مش بكلام كتير زي ما انا قلت لك مثلا اندوكراين ده هتعرف كل ده كل المعلومات اللي انت نفسك تعرفها في تلات ورقات بس بشرح مختصر وسهل وبسيط بدون اي مشكلة وفي نفس الوقت مدعمين الموضوع بمية وستاشر سؤال يأكدو لك يأكدو لك على كل ايه على كل ايه تمام ايه تاني شابتر الكارديو امراض القلب ارتفاع ضغط الدم فشل القلب ازمة قلبية تراب كهربة القلب الشابتر كبير شوية خمستاشر ورقة بس سهلين سهلين جدا وشرحينهم شرح مختصر وسهل وبسيط كده وعمل لهم كل حاجة اعمل لهم شرح كامل وشرح مختصر لو انت عاوز تعرف يعني ملمين الدنيا لما محترمة يعني امراض عصبية زي الصرع تشنجات عاوز تعرف الفنوطين بيعمل ايه السكتة الدماغية الناس اللي واقفة في الصيدلات الكبيرة وبتبيع عاوز تعرف يعني ايه وهو بيعمل ايه ها فيه سياضلة بيكون نفسها تعرف الكلام ده كله ده هتعرفه بازن الله الشال الرعاش الشال الرعاش اه الصداع واحد جاي يقول لك انا عندي صداع في جهة واحدة لأ ده ماسك راسي كله ده صداع بيجي مع البريود مسلا ده صداع مش عارف واخد بالك كل ده هتعرفه كل ده هتعرفه بعلاجاته بكل شيء الامراض النفسية امراض النفسية مثل الاكتئاب آآ الشيزوفرينيا القرق آآ طبعا النيرولوجي هو هنا مية وخمسين سؤال مش خمستاشر مية وخمسين هنا هحط صفر كده عشان ايه اتنسى مية وخمسين سؤال طيب الامراض النفسية آآ مثل الاكتئاب آآ علاجات الاكتئاب آآ ستالو برامس برالكس واخد بالك كل ده آآ فيه صيد الله بتبيعه مش فاهمة يا بتبيعه الايه لا هتعرفه وتعرف الاثر الجانبية بتاعته الشيزوفرينيا الارق لو واحد جيه اميلك انا باشتكي طب لو انت صيداتك بيتباع ادوية جدول وفيها هالحاجات اللي بتنيم كل ده هتكون عارف فرق ده عن ده عن ده ايه وده بينيم كم ساعة وده بينيم كم ساعة طب ده بينيم بسرعة ولا بينيم ببطء طب ده للإنشيشن ولا كل دي المعلومات اساسية لازم ان تكون عارفها عشان تعرف ده هي لما المريض هياخده هينام في خلال كم دقيقة طب ازا اخده هينام كم ساعة كل دي حاجات لو انت آآ في صيدلية بتبيع عدوية جدول لازم ان تكون عارف الكلام ده وعندك علم بيه حتى لو انت مش في صيدلية بتبيع جدول هتكون ايه مهتم انك تكون عارف ايه فرق السبراليكس السيتالي برايام عن السيتالي برايام ايه الفرق ما بين ده وما بين ده علاجات الاكتئاب والتوتر والارق كل ده موجود علاج الادمان نفسه امراض كبار السن زي امراض الجيرياتريك سلس البول الآلزهايمر آآ التهاب البروستاتا الحميد كل ده ايه كل ده آآ موجود ومشروح آآ ايه فرق الادوية اللي بتعالج تضخم البروستاتا كل ده هتلاقيه موجود والادوية بتاعتها ازاي استعملاتها كل ايه كلام مختصر وبسيط عن الحاجات دي يعني في بقى زي ادوية التخدير حتى احنا حطين آآ يعني صفحة كده واحدة بتتكلم عن ادوية التخدير لو الصيدلية بتاعتك فيها حاجات التخدير زي الليودو كيين ومشابه او التخدير الكلي او النصفي كل ده معلومات احنا ايه زي ما بقول لك بنستهدف اي صيدلي هيشتغل في صيدلية ايا كالنوح او ايا كان نوع الادوية اللي هتتعامل معاها هيكون فيه شق كده طبعا لو انت الصيدلية بتاعتك ما فيهاش الكلام ده مش شرط تعرف الادوية التخدير انا باخد بالك يعني انا بقول لك ايه ان المنهج شامل ومختصر في نفس الوقت يعني زي ما بقول لك ايه كل الحاجات ديا في تسعين ورقة بس فاللي هو ايه معلش يعني انت لو عاوز تعرف اي حاجة عن اي شيء مجرد تفتح وتعرف لزي اللي انا بقول لك الفئة السبعة كانت فئة ايه الفئة السبعة من اللي ممكن يستفيد من كرسي هيبتة ان واحد يعاوز يكون عنده مصدر مرجع كامل متكامل بصورة بسيطة يقدر ان هو ياخد كرسي هيبتة معانا يبقى زال فل ادوية حساسية ادوية وصفية ولاية وصفية ايه الفرق ما بينهم وايه مثل عليهم الفيتامينات الفيتامينات عاملين صفحتين كاملين على الفيتامينات حاجة ممتازة وخرافية بصراحة لما تشوفها باذن الله هتحس ان احنا بجمعين الفيتامينات بطريقة مش متجمع من قبل ده حقيقة ده باذن الله وعد لما تشوف الفيتامينات هتعرف الكلام اللي بقولك عليه السموم ومضاداتها اه اختصارات الرشدتات لما يجاب لك رشدة فيها كيو اي دي ولا تي اي دي ولا اه ولا ايه يعني هتعرف الاختصارات اللاتينية ديا بتعبر عن ايه بجمعينها برضو بحس ان لو قابلك رشدة ولا حاجة تكون عارف الاختصارات دي كل ده موجود ومتاح نفرولوجي برضو نفرولوجي اه يعني ابتداء من نفرولوجي كده هتلاقي ان هي مواضيع مش محطوطة عشان هتقابلك في الصيدلية ولكن تكون فهمها يعني لما اجاب اقول لك ده المريض ده المريض بيغسل بيغسل الكلية هنفهمك يعني ايه بيغسل الكلية لذلك ايه اه وظيفة الكلية وفاهم الخالي المصاحب لها نظرة عابرة احنا عاملنا كده نظرة عابرة عن الكلية ان هو بس يعني فهمك كده الكلية دي بتعمل ايه واللي بيغسله الكلية ايه بس كده يعني مش هندخل في وعلى حاجة لان ده منهج منهج دي هتعرفك باختصار الكلية فيها ايه بحيث ان لما يتقلق قدامك الفاظ بسيطة زي بيغسل الكلية يعني ايه تب جهاز غسيل الكلية ده هو ايه واخد بالك اللي هو ايه الحاجات البسيطة اللي لازم انت كصيدل تكون اوير بيها انواع السرطان وعلاجات الانكولوجي لو في بعض السيدلات بيكون فيها ادوية لعلاج المختلفة اه فبرضو مجمعين لك ادوية هي ايه والاثار الجنبيها بتاعتها ايه بحيث ان برضو لو لو انت مهتم بالادوية دي بادوية الكيمو الكيموثرابي تفتح هما بالزبط تلت ورقات تقدر تجمع كل حاجة في منهج سهل وبسيط ومختصر اه الكريتكال نظرة عابرة عن ادوية العنية المركزة حتى بقول لك لو انت في صيدلية تمع مستشفى والصيدلية دي فيها ادوية بتستخدم في العنية المركزة ولا حاجة برضو مدين لك خلفية عنها اه المحالية للطبية دكستروز النورمال صلايين ومشابه مدين لك خلفية عنها زي بقول لك ايه ان احنا حطين منهج يعني مهما كان نوع صيدليتك ومهما كان نوع الادوية اللي انت هتتعامل معها برضو موجود واش بس كده مدعمين الموضوع باسئلة واش بس كده عارف انك يعني ايه لازم ان تكون اوير بالمواضيع دي يعني زل كنتك هتلاقي مثلا فيه اه على مدار العشر سنين اللي فاته كان كل سنة بيرمي سؤال كده ولا حاجة عشان يشوفك انت اوير بكلمة كريتك الكير ولا حاجة داخل بسال برضو بس هو ايه يعني من وسط المية وخمسين سؤال في بتاع بسالك سؤال ولا حاجة تمام? من وسط المية وخمسين سؤال بتاع بسالك سؤال واحد كده على اليوم كولي جيو قدولتك الكانسرز ولا حاجة سؤال كده مارمي من وسط المية وخمسين. اللي هو ايه? حتى السؤال ده احنا لقطينه وعملين له عليه منهج. وبرضو عرفناك حاجات عليه بحيس انه حتى يفيدك في الامتحان ويفيدك لو لو صيدليتك في هزيه الانواع من الادوية. زي ما بقولك المنهج بيستهدف بشكل بالزبط سوق العمل محتاج ايه? بالزبط لو صيدليتك فيها ادوية ايه? هيفيدك. بالزبط لو هيرمي سؤال كده عشان يشوفك انت عارف ولا مش عارف? برضو السؤال ده لقطينه وجايبينه وعملين عليه منهج ومعرفين لك حلو ايه? بحيس انك تكون اوير برضو بالاسئلة البسيطة دي. يعني من الاخر ما فيش سؤال السأل في البرسن فيه في خلال عشر سنين او وفاته فالت من تحت ايدينا كله متجمع كله متزبط كله محطوط عليه منهج كله متوضب يا دوب محتاج منك بس انك ايه? تبدأ تذاكر بجد. الفرماسيوتيكس تصناع الدوائي ودي حتة مهمة جدا. تصناع الدوائي واشكال السيدانية? ايه فرق الجل عن المرهم عن الكريم? الفرقات ما بين التلاتة دول ايه فرقهم? ايه الفرق ما بين السليوشن والساسبنشن? ايه الفرق ما بين مين اسرع الاي في ولا الاي ام? طب ايه الفرق ما بينهم? طب ايه كلمة اللي هي الاشكال السيدانية المختلفة برضو حطين لك منهج عليها? ايه كلمة كلمة يعني ايه كلمة يعني ايه كلمة يعني ايه كلمة يعني ايه كلمة الصيدلية المختلفة برضو اللي بتقابلك على العلب ده برضو بيسأل فها في البرسن فيو عاملين عليها منهج ومعرفينك كل حاجة بحيس انك تكون اسد بجد في الصيدلية اللي هو حتى ديا مش فالتة من تحت ايدك تقدر تعرفها وبرضو بفكر الناس واحد ممكن يقول لا ده المعلومات كتيرة لا والله ما هي كتيرة المعلومات خفيفة انت بس يا دوب كل كلمة بصدر انك تعرف يعني ايه يعني حاجة حبيبات متعلقة في محلول بس ده اللي هيتقلك معلومات خفيفة بمجرد ما تسمحها منطقية سهلة مش هتاخد منك وقت ولا وقت كبير في المذاكرة ولا حاجة لا كل المعلومات دي من الاول للاخر حاجات بسيطة وسهلة ايه كمان حركية الدواء وده برضو من الحيثة اللي هو بيحب يسأل فيها في لما بيحب يسأل فين بيحب يسأل على المسائل المسائل لما كمية المسائل اللي موجودة في امتحان بتسأل كل سنة اه او في الامتحان يعني بتسأل حوالي ثلاثة السيلة واربعة السيلة كمسائل يعني مسائل حسابية المسائل دي بتكون معضلة كبيرة جدا جدا على اي حد بيحضر احنا مجمعين كل افكار المسائل دي في اربعة وعشرين فكرة فقط تخيل كل المسائل اللي محضوط عليها ملفات والناس بتتخض منها ومش عارفة تحلها احنا مجمعين ده كله في كام فاربعة وعشرين فكرة فقط بمجرد ما تعرفهم انتهى اي مسألة قابلك في القايونيتك او اي مسألة قابلك فيه تقدر تحلها كل ده من جمع اه كل ده من جمع ومش بس كده حاطين لك منهج بسيط عشان يعرفك علم حركية الدواء يعني ايه ومشروح تقريبا في ساعة ونص يعني ايه موضوع ملموم يعني كده احنا خلصنا كام? 18 شابتر فارما في بقى الشابتر الاخير اللي هو ده شابتر بتكلم عن ايه? عن القوانين والتشريعات الصيدلانية بعض الامور المتعلقة بمزاولة المهنة واخلاق المهنة هم عبارة عن تلات ورقات كده بتكلموا عن 101 سؤال بتكلموا عن دور الصيدالي في الصيدالية يعني ايه? اه الصيدالي علاقته ازاي تكون مع المرضى? اه علاقته ازاي تكون مع زميله? الصيدالي اخلاق المهنة بتاعته تكون ايه? التشريعات المعينة عن مهنة او اللي بتنظم مزاولة المهنة بتاعت الصيدالية هي ايه? بعض الامور كده بيحب يسأل فها في مجمعين كل الاسئلة دي برضو. اه المصادر اللي الصيدالي مفروض يبحس عليها عشان يعني معلومة علمية قوية يبحس فين? ده برضو اه موجود ومجمعينه. اه كل ده ملمينه بس في تلات ورقات. اه برضو كل الاسئلة دي اللي سأت في جمعينها. واحطينا في الموضوع. اه مجموع الشباتر حوالي تسعتاشر شابتر. طمانتاشر شابتر اه ثيرابيوتيك او طمانتاشر شابتر فارما. اه حاجة علاجية وشابتر واحد اخير بتكلم عن القوانين والتشريعات. متجمعين في تسعين ورقة عليهم الفين ومتين سؤال. هو ده المجهود الكبير اللي احنا خد مننا تقريبا تسع شهور عشان نبني هذا المنهج. طيب واحد يسأل سؤال بقى يقول ايه فرق المنهج ده عن البورد? واحد لو هو مسلا حضر معنا منهج البورد الامريكي يوم قال والله اسماء الشباتر واسماء العنوين فيها تشابه بينها وما بين البورد. فيه تلات حاجات يفرقوا البورد عن هبدة. ده حمادة زم انا قلت كده ده حمادة وده حمادة تاني وانا اجيب لك الجملة النهائية ان التشابه فقط ظاهري. يعني اسماء الشباتر قد تشوف كده ان الشابتر شبهه. يعني الاسم كشابتر شبه البورد. بس لو دخلت جوه هتلاقي ان ده حمادة وده حمادة تاني. لان البورد منهج بينما منهج بيزيك سفرموكو ثرابي. فده بتكلم عن حاجة وده بتكلم عن حاجة تانية خالص. هو اي احنا المرض نفسه اسم المرض نفسه بس لما نيجي نناقش المرض بصورة بكلام مختلف عن لما نيجي نناقش المرض بصورة فيه خلاصا فيه تلت فروق جوهرية يخلوا ان ده اه مختلف عن ده اختلاف جذري ان منهج بيدخل في العلاج السريلي للمرض بينما منهج هو منهج اساسي بيفهمك المرض من البداية وابسط صورة لعلاجه بشكل يناسب المريض الاوت بيشنت المريض الاوت بيشنت اللي هو مش محجوز جوه المستشفى بينما البورد بيكلمك عن المريض اللي بتحجز جوه المستشفى وازاي منعلكم منهج هبتة مختصر ومصاغ بشكل يناسب سوق العمل لصيدرات الكوميونيتي مختصر ومخصصين بيه حاجة تناسب العمل لصيدرات ايه الكوميونيتي اللي هي صيدرات الصرف المنهج مصاغ على بنك اسئلة المنهج بتاعنا متصغى على اسئلة اللي هي تختلف كما ونوعا وشكلا وموضوعا عن الاسئلة بتاعت البورد الامريكي فهناك تغير جذري في شكل الاسئلة وصياغاتها وافكارها واضمنها فالتشابه فقط تشابه ظاهري ما بين المنهج بتاع البورد وبتاع هبتة ولكن الاختلاف جذري واي حد مذكر بورد امريكي وشاف منهج هبتة هيعرف ان الاختلاف ما بينهم منهج اختلاف جذري طيب في بقى اسئلة عاوزين نختم بيها شوية اسئلة تدور في ذهنك الان هل الكورس هينزل مجانا ولا لأ ان شاء الله هينزل جزء منه مجانا وجزء منه مدفوع للرغبين في الاشتراك هينزل منه جزء مجانا بحيس انك تشوف مقدار المجهود اللي اتعمل ايه آآ جزء المجان هينزل يعني جزء محترم اللي هو هينزل الشابتر آآ شرحه بالشرح الكامل بتاعه الشرح المختصر بتاعه بنك الاسئلة بتاعه بالشرح بتاعه بنك الاسئلة يعني هنزل لك الجزء مجاني بحيس انك تطلع بشكل كامل على كورس هبتا هيكون عامل ازاي السبب في كده طبعا هيكون في جزء مدفوع وده حتة دايما من سياسة الجروب بتاعنا جروب كورسات فارما او البوصلة التعليمية ان احنا بنخلي جزء مجاني بحيس انك تكون تطلع على الشغل اللي احنا بنقدمه وفي جزء مدفوع عشان يضمن استمرارية العمل قبل كده ظهر مدية حتة دايما انا بقولها في سياسة الجروب اي حد يدخل على الجروب هيعرف الكلام ده في البوست المثبت ان لازم ان يكون في جزء مدفوع ونستهرف فيه الناس اللي راغبين في دخول يعني واحد داخل ده ساعتها بنستهرفه كجزء مدفوع ليه لان لو كل حاجة كانت مجانية وده حصل من قبل ان فيه جروبات بتطلع بصورة مجانية من الالف للياء بعد شهر اتنين تلاتة سنة سنتين الجروبات ديان بتختفي والعمل المجاني بتاعها بيندثر فعشان استمرارية العمل وده حاجة يعني حاجة منطقية جدا ان عشان العمل يستمر بصورة مجانية او يستمر في العطاء بتاعه او يستمر في الكرياتيفيت بتاعته ان هو يقدم حاجة خلصها يقدم التانية خلصها يقدم التالتة وكزا ان هو يفيد زميله بيها لازم ان يكون العمل ده فيه مقابل مدفوع بحيث ان العمل نفسه دور العجلة نفسها تدور والدنيا ايه تكمل وفي نفس الوقت مش بنبخل ابدا بجزء مجاني والجزء المجاني اللي احنا بنقدمه للناس اللي بيتابعوا الجروب عارفين قد ايه الجزء المجاني بيكون جزء محترم مش جزء مجاني هش كده والسلام لأ ده فيه ناس ذكرت معنا الجزء المجاني قبل كده اللي بقدمه في البورد وتابعت معنا ودخلت الامتحان ونسبوا فضل النجاح في البورد الامريكي للجزء المجاني اللي احنا بنقدمه. اه وطبعا فيه لكزا لاكتر من زميل قالوا نفس الكلام ان الكورس المجانية اللي احنا بنقدمها بيكون اه حاجات قوية. بس بيكون فيه بقى جزء مدفوع بحيس ان لو واحد راغب بقى في المنهج الكامل بالاسئلة الكاملة بالشرح الكامل بالشرح المختصر بحيس انه بيكون عنده مرجع اه اه متكامل ليه فيما بعد كل ده بيكون متاح ليه بصورة مدفوع. لهو ياخد الماتيريا للكاملة بصورة مدفوع اما عاوز يتطلع على الشغل بيكون ايه فيه جزء مجاني محترم بيكون متاحة. طيب السبب في كده ان منهج هيبتها اخد مجهود تسعة شهور عمل بصورة دورية يوميا قبل اتناشر محاضر انا كنت موجود في اتناشر محاضر كانوا بيساعدوني في تحضير المنهج بالفعل هما كتبوا المنهج بالفعل جمعوا الاسئلة بالفعل اكتبوها بالفعل حلوها بالفعل جاوبوها يعني فيه شغل من قبل اتناشر محاضر زائد انا حوالي تلاتاشر واحد شغالين عشان نصنع كورس هبتها. طبعا اسماء المحاضرين والشغل بتاعهم كله بينزل محضوط عليهم في كده علامة مائية باسم كل محاضر وتعريف بسيط عنه. كل ده هتلاقيه ديان بقى هتلاقيها جوه كورس نفسه يعني. الجزء المجاني هنعرض فيه مواضيع هامة وكلنا منتصرينها زي المضادات الحيوية الضغط السكر مؤانئة الحاملة ومشابه كل ديان هينزل بصورة مجانية. وده يكون فرصة انك تعرف فيها قد ايه العمل قيمة العمل المبزول في كورس هبتها عشان يخليك مميز في سوق العمل وقدر على اكتياز اي متحل لأي دولة خليجية. طيب الكورس هيبدأ امتى? الكورس هيبدأ يوم الجمعة الجاي تلاتاشر ابريل الفين وطمنتاشر. طبعا لو انت بتسمع الفيديو ده في المستقبل يعني. احنا هنبدأ بصورة مجانية من يوم تلاتاشر ابريل الى الفين وطمنتاشر الى عشرين ابريل الفين وطمنتاشر مدة الكورس هتاخد اسبوع فقط هننزل في كل الجزء المجاني. طب زي المحاضرات هتنزل الجمعة القادمة هننزل موضوع مفصل طبعا يوم الجمعة الجاية هننزل موضوع مفصل عن تواريخ نزول المحاضرات بس خليك عارف ان في جزء منها هيكون اونلاين وجزء منها هيكون تسجيلات في جزء هيتعمل بس مباشر زي المحاضرة اللي احنا بتبسان مباشر الوقتي. في جزء كده. وفي جزء بازن الله تعالى هينزل بصورة تسجيلات. يعني في تفاعل حاجة تفاعلية يعني في جزء تسجيلات كل ده ايه سواء كده سواء كده سواء اونلاين او سواء حتى تسجيلات هتلاقي روابط جاهزة للتحميل ومجرد ما تضغط عليها هيحمل لك وان شاء الله تعالى ناويين ان احنا نحط الجزء المجاني اللي هنقدمه من هيبته على اليوتيوب حتى في حيث انك لو عاوز ما تحملش وتتفرج عليه بصورة مباشرة افتح اليوتيوب وتفرج. كل ده هيكون متاهة. الكورس هياخد كم يوم? الكورس هيخلص في سبع ايام فقط. هنكون منزلين كل الجزء المجاني. احنا هننزل جدول بالجزء المجاني. طبعا الجزء المجاني ده هيكون فرصة كويسة انك تطلع على الشغل بتاعها هيبته. لو انت بقى بالموضوع وعاوز تكون معاك البنك الاسئلة الكامل. عاوز حديث التخرج. عاوز تتحضر بجد بجد يعني لسوق العمل ويكون معاك كورس متكامل عن يحضرك بشكل علمي وكفء لسوق العمل هيكون كورس هيبته ما فيش احسن من كده. انت بنفسك شفت المقدمة اللي احنا عملناها كمية الشغل المتعوف فيه وكمية الحاجات اللي احنا قلناها ده مستحيل يكون موجود في اي كورس تاني او في اي مكان تاني او في اي منهج تاني مستحيل. اه معمول شغل يعني انا شايفهم اللي هو شغل باذن الله تعالى شغل احترافي هيعجب اي حد اه ان هو اه يزاكر فيه وهيحس ان هو بصورة سهلة ومبسطة ومخدومة كل حاجة تلاقيه مخدومة الاسئلة مخدومة التنسيق بتاع الملفات مخدوم اه حجم الخط مخدوم الصور المحطوطة مخدومة الاسئلة وترتيبها مخدومة كل حاجة هتلاقيها هتحس ان كل شيء مخدوم جوه الكورس طيب اه بدايته يوم تلاتاشر ابريل نهايته عشرين ابريل يعني حوالي سبعة ايام هنكون مخلصين ايه من الجمعة الجاية للجمعة اللي بعدها هتكون ايه مخلصين كل الجزء المجاني هينزل كل يوم هينزل الجزء من الكورس حتى ننهي الشق المجاني منه طيب ازاي اذاكر المنهج ان شاء الله تعالى هننزل اه مع جدوى للمحاضرات ازاي تذاكره وتلمه في اقل الوقت باعلى كفاءة كل ده ايه كل ده هنشرحها فيه ما بعد في في اللي هينزل الجمعة الجاية طيب السؤال بقى هنا بيقول لك لو انا حابب احصل على الكورس الكامل مع بنك الاسئلة الكامل اعمل ايه اي حد محتاج الكورس الكامل او الاسئلة الكامل اللي تواصل معي على الاكاونت بتاع على الفيسبوك هو ده الوحيدة اللي تواصل معي اللي هو اكاونت الفيسبوك بتاعي ابراهيم عبد القادر هو ده الوسيلة بتاعتي مفيش تواصل معي على الواتساب مفيش تواصل اه باي صورة تانية هي الوسيلة الوحيدة انك تتواصل معي على الجروب يعني تدخل على اي تكتوب لي كومنت كده على اي بوست تعمل لي فيه اوكي ده هقرأه او تتواصل ضايرك معي على الخاص على المسينجر بتاع الفيسبوك وانا بارد على طول حتى لو لو انت مش معايا الفيسبوك بيجي لي الرسالة كنها فلتر ده بفتحها وبقرأها يعني ما فيش حد ببعت رسائل انا يوميا بصورة الدورية كده بفضي ساعة آآ كل يوم ان انا افر الرسائل افر الفلتر ده اي حد ببعت رسالة حتى لو مش فرند بفتحها وبقرأها وبجواب عليها فده حاجة ما 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 تقلقش منها يعني تواصل معي على الخاص بازن الله تعالى آآ هارض عليك. طيب تفاصيل اكتر عن التسجيل لامتحاني. طبعا احنا بنوفر لك ايه? بنوفر لك الحاجة العلمية فيه المادة العلمية اللي المفروض انت محتاجها عشان تذاكر موجودة. طيب المادة العلمية دي انت ذاكرتها طب عاوز بقى تقدم للامتحان طب ايه الورق اللي مطلوب للامتحان طب نظام الامتحان كم سؤال هما مية وخمسين على مدة زمنية قد ايه هما مدتين وفي فاصل ربع ساعة ما بينه كل التفاصيل دي هتمتحن ازاي البرنامج اه المحاكي لامتحان هيكون عامل ازاي كل ديا تفاصيل وديتيلز هتحصل معنا فيها بالاشتراك مع كورسي هبتة طبعا بينقصين الكورسي هبتة الكامل اللي هو المدفوع كل ديا هتحصل عليها اه معانا حتى ازاي بتسجل على موقع ازاي بتقدم الورق بتاعك ازاي بتحصل على اه معاد عشان تمتحن ازاي طب بعد ما تحصل على الورقة ديا هتعمل بها ايه ازاي تقابل المقابلات الشخصية للشركات الكبرى النهدي الدواء الاسئلة اللي بتسأل فيها عاملين محاضرة مخصوصة كده عن النهدي والدواء ازاي تكتاز المقابلات الشخصية بتاعتهم الناس بتسأل هناك في ايه ما انت لو لو قدرت انك يعني سمعت محاضرة اه ازاي تكتاز المقابلات الشخصية للشركات الكبيرة زي النهدي ومشابه او الشركات المجموعات الكبيرة في مصر زي العزب وسيف وعلي والكلام ده. ازا قدرت انك تكتاز فيهم. احنا عاملين محاضرة للكلام ده. ازاي تكتاز المقابلة الشخصية بتاعت الحاجات دي. كل دي هتلاقي جوة كورس الكامل بحيس انك بجد بعد ما تخلصه هتكون مستعد بنسبة مية في المية لسوق العمل. كده الحمد لله. بالزبط تمينا ساعتين. بالزبط كده يعني الحمد لله. شرحنا فيهم كل شيء. شرحنا فيهم ايه هو اه اه سوق العمل ايه تحديات سوق العمل ايه هو كورس هبتة والهدف منه. ازاي كورس هبتة هيأهلت ليه سوق العمل بجدارة. كده الحمد لله يعني ايه اظن كل اللي احنا نفسنا نقوله اتقل. هنقفل بقى التسجيل دلوقتي ولو حد عنده سؤال او اي استفسار من اي نوع اه يكتبه على الشات دلوقتي. بس حاليا احنا نقفل التسجيل عشان ما يزيدش عن ساعتين. هو كده يعني كبير وكده ساعتين حلو او ما يزيدش عن كده. بحيس ان لو حد فين مستقبل عاوز يعرف كل حاجة عن هبتة. يفتح التسجيل ده ويعرفه. طيب بالتوفيل الجميع لو اي حد محتاج مني اي شيء بعد التسجيل ده يتواصل معي على الاكاونت بتاعي. وانا برد عليه في نفس اليوم بالتوفيل الجميع ومع الف سلامة.